بعيدا عن كل الأزمات محتاجين نستعد ونركز مع منتخبنا الأولمبي قبل أقل من شهر من أولمبيات باريس أقل من شهر وتنطلق مباريات منتخبنا الأولمبي في أولمبيات باريس محدش حاسس محدش بيتكلم لحد بيحفز ولا حد بيتطمن ولا حد يعرف شيء عن منتخبنا أيام قليلة ويتم الإعلان عن قائمة منتخبنا ومعهم الثلاثة الكبار كل الدعم والمسندة وهما أولى بيها شكرا يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر أقل من شهر وتنطلق مباريات منتخبنا الوطني الأولمبي في أولمبيات باريس وطبعا معهم أبطلنا في كل الألعاب بإذن الله نرجع بعدد لا بأس به من الميداليات ولكن بالنسبة لمنتخب كرة القدم منتخبنا الوطني الأولمبي بصراحة كده حسيت مبارح بالخجل أنا شخصيا ليش دعو حد بس أنا حسيت بالخجل وإحنا يا جماعة ليه سايبين المنتخب الأولمبي كده لحد بيتكلم ولا حد بيقول أخبار ولا بيتطمن على لعبته ولا بيشوف الجهاز الفني أخباره مبارياته أي حاجة حسب التقصير وكالعادة بنسرح وانتوه في مشاكلنا وأزمتنا الخاصة بالأندية وبالدوري والزمالك والأهلي والما تشاهد لعب ولا ما يتلعبش سبحان الله المفروض كنت أطلع النهارده أتكلم على الأهلي لعب إزاي والزمالك لعب إزاي في الكمة بس دينا الأحسن نتحدث عن منتخبنا الوطني الأولمبي تعالى أقول لك الأول كده منتخبنا الوطني الأولمبي هيبدأ مبارياته مين وهيلعب مين في الأولمبيات في مجموعته وأقول لك شوية تفاصيل أخرى وأخبار أخرى مهمة وأقول لك حاجة الآن منها بس واحدة واحدة تعالى نشوف المباريات الأول جاهزة معنا يا شباب؟ يلا بينا مصر هتلاعب جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو دي أول مباراة لمنتخبنا بعد كده هنلاعب أسباكستان يوم 27 يوليو ويوم 30 يوليو هنختتم مباريات المجموعة بمواجهة المنتخب الأسباني دي مبارياتنا في الأولمبيات النهاردة نادي ترابزون التركي أعلن رفضه مشاركة محمود حسن تريزيجيه مع المنتخب الأولمبي في أولمبيات بريس بيان رسمي النادي قال فيه أن اللاعب بلغهم برغبته في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات وهو وافق على هذا الأمر لكن النادي رفض طلب محمود تريزيجيه وطلب منتخب مصر بسبب حاجة النادي لللاعب للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي تمام؟ تمام زعل أزيدك أن محمد صلاح هيبقى فيه صعوبة كبيرة جد أنه يبقى موجود مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات نادي غالباً هيرفض مدير فني جديد استرداد للمسم الجديد فأيضاً غالباً بنسبة تتخطى التسعين في المائة هيبقى فيه صعوبة كبيرة أن محمد صلاح يشارك مع المنتخب الأولمبي في الأولمبيات مصطفى محمد ورقة ميكالي عايزها جداً وقبل كده عرضت لكم هناك أو كان فيه لقاء مع رئيس نادي نانت الفرنسي معنا هنا في رقم عشق اللقاء خاص لنا وقال لنا أنه هو ما عندوش مانع أنه مصطفى محمد يلعب في الأولمبيات بس مصطفى محمد الآن يعاني من إصابة في الرجبة هل هيلحى ولا لأ؟ الله أعلم هم نتكلم على الإيه؟ على الكبار فيه بقى مشكلة أكبر بكتير أو مش مشكلة بوادر مشكلة أو توقعات بمشكلة أنا بحاول أختار الألفاظ يعني لازم حلقة عرف معلومة الأول أنه مفيش الزام مفيش الزام على أي نادي أنه يسيب لعبته للمنتخب الأولمبي بما فيهم اللعيبة اللي هي تحت السن يعني مش لازم لعيبة الكبار يعني اللعيبة اللي هي 23 سنة وانت نازل لتحت دول كمان النادي بتاعها ممكن يرفض انضمامهم لأي منتخم مش بس منتخم مصطفى أنا متكلم في العالم كله يعني فاعمل حسابك وخليك معايا وبدري بدري أن فيه عندية من مصر ممكن ترفض ان لعبتها تنضم للمنتخب الأولمبي سواء كانوا لعبين كبار فوق السن اللي هم التلاتة الكبار أو حتى اللعيبة تحت 23 سنة هتقول لي لا يا كريم بتقول كده هقولك ما هي كل حاجة زي كل يوم ما بقولك كل حاجة مشبكة في بعضها دوري بتاعنا الجميل ده اللي هيخلص 15 أغسطس واعرض لك الجدول اللي أعلن اليوم لحد نهاية الدوري هيخلص 15 أغسطس ده بيعقف كل حاجة بيعقف انتقالات بيعقف لعبين ليتنموا للمنتخبات وتفاصيل أخرى كثيرة يعني فهيجي الأهلي هيجي الزمالك هيجي بيرامدز هيجي بلدات المحلة هيجي فاركو هيجي الأندية اللي تنافس على الصدارة تقولك لا ما هيدي لعبة أساسية عندي بانا لو سبتم للمنتخب ممكن أخسر في المسابقة بتاعتي اللي أنا بنافس عليها هيجي يقولك لا ما أنا لو سبت لعبتي للمنتخب الأولمبي ممكن أهبط هتقول لها كريم انت بتقدم الشر ليه هقولك لا أنا مش عايزة أقدمه أصلا مش عايزه يبقى موجود بس من بدري بدري محتاجين إيه ننور النور ونقول للكل الأندية لو سمحتم عندكم قائمة فيها 30 لاعب بلاش تبخلوا حتى باللعيبة المهمة على منتخب مصر الأولمبي هو ده الهدف يعني من فتح الكلام إنه لو سمحتم من بدري بدري أنت كلكم لكم أهمية في الرياضة المصرية بكامل أنديها كلها كل نادي له أهميته الخاصة وكل واحد أو كل نادي بحسب حجمه إحنا بنلعب اللعبة دي عشان منتخباتنا فما ينفعشي بدري بدري كده بنتكلم في الموضوع وبننور النور ما ينفعشي تقول لمنتخب مصر لا حتى لو أنت مش ملزم بدا حتى لو أنت مش ملزم من الفيفا مثلا بدا لكن أنت ملزم بكمتك في البلد دي إنك تدعم دايما منتخبات بلدك تعالي أقول لك أبرز اللعيبة اللي في منتخب مصر الأولمبي وبيلعبوا فين عشان تفهم معايا إحنا رايحين فين يلا بنا الأهلي عنده حمز علاء وكريم الدبيس يمكن لتنين دول ممكن ما بيشاركوش مع الأهلي كتير وإن كان يعني إيه الأهلي لو حاب قالك إيه مثلا حمز علاء ده حارس بديل مهم وكريم الدبيس ده مهم وأنا عندي علي معلول مصاب حتى لو ما بيشاهدش بس ممكن أستخدمه وطبعا أحمد نبيل كوكا اللي هو لعب شبه أساسي مع النادي الأهلي الزمالك عنده حسام عبد المجيد ومحمد الشحاتة وأعتقد ممكن فيه لعب أو اتنين كمان بيرامدز عنده محمود صابر وإبراهيم عادل الزمالك أعتقد عنده زياد كمال كمان يبقوا أكدوه يا شباب لو إحنا عندنا المعلومة بيرامدز محمود صابر وإبراهيم عادل وإنبي أحمد نادر حواش أو عندهم زياد كمال الزمالك إنبي عنده أحمد نادر حواش ومحمد حمدي زد عنده أحمد عاطف ومصطفى سعد الإسماعيلي عنده عمر الساعي سراميكا كليوباترا عنده علي الجابري في تاني بلدات المحلة عنده حسام أشرف والبنك الأهلي عنده حسام فيصل والمصري عنده أحمد عيد كلهم لعيبة مؤسرة في فرقهم كلهم عندهم لعيبة مؤسرة في فرقهم طيب دول اللعيبة الأساسيين في المنتخب الانبيل اللي هم تحت سنة 23 سنة والتنازل طيب مين مرشح من اللاعبين الكبار يبقى موجود في المنتخب الأولمبي مثلا مركز معاي مثلا الأسماء الأبرز مين محمد عبد المنعم إمام عشور محمد الشناوي زيزو قل لي هيتسابوا ولا لأ هيتسابوا ولا لأ أنا عارف إنها هيبقى فيها حكايات ومناقشات هتقول يا كريم انت بتسبق ليه هقولك مذاكر أنا يا مذاكر أنا الكتاب بتاع الكورة المصرية كله حافظوا صام إحنا والإنبياد باريس هتقام في الفترة ما بين 26 يوليو لحد 11 من شهر أغسطس تعالى أقولك الفترة دي هيتلاعب فيها مباريات إيه في الدوري بالنسبة تحديدا للأهلي والزمالك والبيرامدز يلا يا شباب ومباقي الانداء يعني مصري والأهلي دي المباريات اللي هتقام أثناء الأولمبيات المصري والأهلي الزمالك والبيرامدز الآهلي والسيراميكا كليوباترا المقاول العرب والزمالك الزمالك وإنبي الآهلي والمقاولون زد والزمالك وإيه كمان سموحة والأهلي والأهلي وزد الآهلي والبنك الآهلي الزمالك والجونة والبيرامدز وفاركو فهمت؟ مشيت معاي الطريق فهمت؟ إحنا رايحين فين؟ أرجوكم يا جماعة من بدري بدري هوا منتخب مصر للناشئين أهم من أي نادي هتقول لي يا كريم ما أنا كنادي مفروض أدور على مصلحتي برضو أقول لك والله صح بس ما شاء الله قايمة مليانة ما تجيش بقى على لعب ولا اتنين وتقول أنا أخسر الدولي ولا هكسب الدولي ولا ههبط ولا مش ههبط عشانهم حتى لو اللعبة دي مهمة جدا أنا بقول لكم الحاجات اللي بتدور في الكواليس لسه دا ما طلعش للنور لسه الحكايات دي ما طلعتش للنور بس هتطل فبدري بدري حبيت أتكلم عنها طيب النهاردة لجنة المسابقات ورابط الأندية أعلنوا مواعيد الجديدة للجوالات 31 32 33 34 34 والمؤجلات يعني الدوري حتى ختامه تعالوا نشوف مواعيد مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري يلا بنا طيب دي مواعيد المباريات كلها يعني قبل ما نروح للمباريات الأهلي دي المواعيد المباريات كلها الزمالك هيواجه بلدية المحلة يوم 15 يوليو أجمعها بتاع الأرقام قليلا أوي فاساعدوني بقى مودن فيوتشر والأهلي يوم 16 يوليو المصري والأهلي 26 يوليو الزمالك والبيراميد 29 يوليو والأهلي وسراميكا كليوباترا يوم 29 يوليو المقل عرب والزمالك يوم 9 لا المقل عرب والزمالك أغسطس كما جامعة ماشي ماشي الزمالك وامبي 5 أغسطس أيوا شوف تكبروها لي بس برضو بس برضو التاريخ مش بين ماشي تاني نمشي واحدة واحدة المقل عرب والزمالك 5 أغسطس الزمالك وامبي 5 كان بقى الرقم التاني 4 يا جماعة ما تلغبطناش طب اقول لكم حاجة اقول لكم حاجة من غير الموعيد الزمالك وامبي وبعد كده الاهلي والمقول العرب زد والزمالك سموحة والاهلي والاهلي وزد دي موعيد الجوالات هاتوا اللي بعد كده بعد كده طبعا الجيش هاواجه فارقو والبنك الاعلى هاواجه للتحاد سكنداري السيراميك وكليوباترا وبلدية المحلة المصري والمقول العرب امبي وزد الداخلية والزمالك الاسماعيلي والجونة بيرامتز والاهلي مودرن فيوتشر وسموحة داخلية وطلاء الجيش بلدية المحلة والاسماعيلي فارقو وبيرامتز الاتحاد سكنداري وامبي زد ومودرن فيوتشر المقول العرب وصيراميكا كليوباترا سموحة والمصري الاهلي والبنك الاعلى والزمالك مع الجونة سيراميك كليوباترا وسموحة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري البنك الاهلي وفاركو الاسماعيلي وانكل عرب الجونة وبلدية المحلة المصري وزيد الزمالك وطلع الجيش بيرامدز والداخلية امبي والاهلي سموحة مع الاسماعيلي وفاركو مع امبي الاهلي ومودرن فيوتشر بلدية المحلة والزمالك طلع الجيش وبيرامدز الداخلية والبنك الاهلي زيد وسينمية كليوباترة انكل عرب والجونة والاتحاد السكندري مع المصري طيب طيب هروح مع حضراتكم لمواعيد مباريات الاهلي بس هروح لفاصل الاول بعد الفاصل نرجع بمباريات النادي الاهلي مباريات الزمالك مباريات بيرامدز حتى نهاية الموسم فيها كلام كتير وفيها حاجات كتيرة مهمة عشان تعرف كمان التنافس حتى نهاية الموسم هيكون عامل ازاي خليكم معا قلت الحراتكم قبل الفاصل هنتكلم عن موعيد مباريات الاهلي حتى نهاية دوري نايل بعد الموعيد الجديدة اللي أعلنتها رابطة الأندية النهاردة ونبدأ بلي الجولة التمانية وعشرين يلا يا شباب الجولة التمانية وعشرين الاهلي الاهلي هيواجه في فاركو يوم تمانية وعشرين يونيو وبعد كده هيواجه طلع الجيش مواحد يوليو ثم هيواجه الداخلية الاربعة يوليو وتلع الجيش تمانية يوليو هيواجه بيرامدز 12 يوليو وهيواجه فيوتشر يوم 16 يوليو هيواجه بيرامدز تاني يوم 22 يوليو المباراتين بتوى الأهلي وبيرابيتز بينهم عشر تيام فقط بعد كده الأهلي يواجه المصري يوم 26 يوليو ثم يواجه السيراميكا كليوباترا يوم 29 يوليو ثم يواجه يوم 1 أغسطس البنك الأهلي ومن نفس الشهر يوم 4 يواجههم كل عرب يوم 8 أغسطس يواجه سموحة ثم زد يوم 11 أغسطس ثم يواجه أمبي في الجولة 33 يوم 14 أغسطس آخر جولة هيواجه فيها الأهلي مودن فيوتشر يوم 17 أغسطس ده بالنسبة لمواعيد مباريات النادي الأهلي والمباريات المتبقية ليه ماذا عن المباريات المتبقية لنادي بيرامدز منافس النادي الأهلي على الدوري الممتاز هذا الموسم تعال نشوف بيرامدز هيواجه سموحة يوم 28 يونيو ثم يواجه يوم 2 يوليو فريق زد ثم يوم 8 من نفس الشهر للتحادس يوم 12 يواجه الأهلي يوم 22 يواجه الأهلي برضو يعني خب بالك بيرامدز هياخد العشر تيام راحة ما بين مواجهة الأهلي الأولى والأهلي التانية الأهلي هيبقى عنده في النص مواجهة حكاية دي خليكوا فاكرينها برضو هنخشها بعد كده بيرامدز هيواجه الزمالك يوم 26 يوليو يوم 30 يوليو بيرامدز هيواجه فاركو في الجولة 33 بيرامدز هيواجه الداخلية 14 أغسطس ثم يواجه في الجولة الأخيرة ليه والدوري يعني بشكل عام هيواجه طلاع الجيش يوم 17 أغسطس لا بالنسبة لجدول مباراة ما تبقى لبيرامدز ماذا عن الزمالك تعال نشوف الزمالك يوم 29 يونيو هيواجه سيراميكا كيلوباترا اه هيواجه سيراميكا كيلوباترا اشانا سمع كنت بتقولي هو هيلعبة ولا اه غالبا هيلعبة يوم 3 يوليو هيواجه فاركو يوم 7 يوليو هيواجه الإسماعيلي ثم يواجه طلاع الجيش يوم 11 ويواجه بلدات المحلة يوم 15 يوم 21 هيواجه الداخلية ويوم 26 هيواجه پيرامدز يوم 29 يوليو هيواجه نقول العرب ثم 2 أغسطس يواجه الجونة ويوم 5 يواجه امبي ثم زد يوم 8 ثم طلاع الجيش يوم 14 واخيرا يواجه بلدات المحلة يوم 17 أغسطس دي الحكاية كلها فيما يخص الوضع بالنسبة لجدول الدوري الممتاز طيب معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ طلال عبداللطيف خبير اللوائح يقول لنا رأيه فيما يحدث من أزمات في كرة القدم المصرية تحديدا فيما يخص مباراة القمة يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجه حراك معايا مشرف رأيك فيك كريم أهلا بيك يا فندم رأيك ايه فيما حدث من قرارات في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة بالنسبة للربطة ونادي الزمالك وعدم إقامة مباراة القمة وقانونية هذا الأمر بالنسبة ليه اللوائح هو الآن بيضوء كده باختصار شديد جدا فضل لشي ما نعلمش الكلام كله فيه تلات جوابات العبارح من الرابطة أيوا جوابات على الأهلي وجوابات على الآخرين التلات جوابات عجب العجاب أولا ما فيش حاجة في اللوائح بتقول لنا فيه حاجة سماعة تظهر خالص لا تلعب ما تلعبش تلعب انت حاضر ما تلعبش في انسحاب أما كلمة تظهر انت بتغلب حاجة بتعبير جديد من عندك هو بعث للأهلي وقال له الزمالك اعتذر من عدم نقامة المباراة وانت مكسبان مبروك عليك وبعث للزمالك قال له انت انسحابت انت انسحابت وتطبق عليك المادة 51 اللي هي مربوطة بالمادة 51 من لايحد الرابطة وبعث للتحاد الكورة قال له الزمالك اعتذر تبع انت هنا قلت انسحابت هنا قلت اعتذر هنا قلت اعتذر انت بتلعب باللافظ اللي بتعني بلا واحد الجوابات تحت الرابط الجواب الثاني طالع من الزمالك يقول له انا مش حالة بعتذر عشان ظروف قهرية يعني ايه ظروف ايه ظروف قهرية اللي عندك لا فيه زرزال في البلد ولا فيه بعد شر المرض متفشي ولا بركان ولا حروب ولا اي حاجة يعني مفيش ايه ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة نهائي ايه الظرف القهر اللي عندك ايه بنتلعبش ام طيب تعالى بتالتة بقى المحاصر ايه اللي حصل ام الزمالك اعتذر عن مباراة 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 مزبوط المباراة النهاردة اهل الزمال تمام في جابة اللي طعب الزمالك قال له مش حالعب مباراة بقيمة مم لكن بجابش حاجة عبقيت مباراة ما قالش اذا مش حالعب لحد انت ما تعدل للجدل وطلع للجدل المؤجرات زي ما كان بيقود اهلا خاص ام اراجابت على الزمالك مباراة يقول لك انا اعتراضا عن مباراة اهل الزمالك طب اللي انا عايز اللي انا عايز افهمه يا استاذ طلال هل في تبعات لهذه الخطابات في الايام اللي جاية ممكن نشوف حاجة صغرات قانونية او اجرائية في هزا الابر وصف قد المضوع كله صغرات قانونية بس انا عايز اقول لك القاعدة بتاعت البارح هيغسلت من الوجه عشان نطع عن الازمة اللي اتخلقت وعاديت تطع بشياكة ام انت عايز ايه انت عايز ايه انت عايز ايه وقادر ان نخلص القد ان هادا اتجاد وقتلعد ببع المؤجرات وانت عايز ايه وانت عايز ايه ده الوقت ما اتعالش ما قول ليه فبالجبالك معاندو لديك المؤجرات من فبراير ما اعتراضش ليه طب هي الرابطة دي جاب لانتخبها لانتعين هم فالرابطة دي مش متخبة من الجمالة امامية بتاعت العلدية اللي هم التمانتاش غلنا دي هم لما يطلع واحد قاعد باجز لما تطلع النظر فبراير وانتعينك المؤجرات ما اعتراضش ليه بالطلاقة قانونية انت تعمل جامعات المميزة طب اللاقاح اللاقاح وستطلال تقول ايه لو الزمالك مسلا قرر انه ملعبش مباراة سيراميكا كليو بطرا وصل فالبادة واحد وخمسين بتقول انسحاب ما فيش حاجة معتظار وبتقول له لو انت انسحابت بتطبع عليك الاتي بتخسر منك بيقدر عليك مخالفة بتاع ده غرامة مليئة بيخدرها مجلس الاضافة تلاتة معاقبة اللي بدك بالنسبة معاقبة المسؤول عن انسحاب واضحة وصريحة معاقبة المسؤول عن انسحاب ربعة بيقول له هتنزل الدرجة القادلة يعني انت بتلع في الانتسر عبد المحترفين ده المادة واحد وخمسين والمادة اتنين وخمسين من لائحة الربطة تمام استاذ طلال عبداللطيف خبيل لواء احنا مشكول لك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وانا معلوماتي بتقول انه الزمالك غالبا غالبا هيخود مباراة سيراميكا كليوباترا القادمة توجه داخل مجلس دارة الزمالك ان المباراة يلعبها الفريق بشكل طبيعي برضو غالبا عشان تشوفت الايام اللي فادي كلها الحاجات بتحصل بسرعة جدا وفيها تغيرات كثيرة جدا بس غالبا هيا لها طيب نهاردة الاهلي ما لعبش مباراة القمة امام نادي الزمالك بعد انسحاب نادي الزمالك من هذه المواجهة الاهلي بقى الموقف جوا النادي الاهلي عامل ازاي بعد الغاء هذه المواجهة مواجهة القمة امام نادي الزمالك تعال نشوف مرسل كلها مدير الفني للاهلي استقبل قرار الغاء القمة وعتبار الاهلي فائزا بسعادة خصوصا وان الفريق حصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار رحلة الدفاع عن اللقب المحلي دون اي مجهود وحصول الفريق على مزيد من الوقت للراحة والتقاط الانفاس في ظل ضغط المباريات لعب النادي الاهلي انفسهم كانت لديهم رغبة في خوض مباراة القمة من اجل تعويض خسارة الدور الاول وهو الامر الذي اتحدث فيه اللاعبين فيما بينهم قبل قرار الالغاء الجائز الفني الاهلي طلب من اللاعبين اغلاق ملف القمة بكل احداثها والتركيز في مباراة فاركو المقبلة حيث عقد كولر جلسة اليوم مع اللاعبين وحذرهم من التراخ امام فاركو او الاستهتار بالخصم واكد لهم ان المرحلة القادمة لا يجب ان تشهد خسارة اي نقاط في صراع الحفاظ على اللقط كولر كمان عمل جلسة مع جهازه المعاون في حضور خالب بيبو ومدير الكرة من اجل منقشة المرحلة المقبلة لا تشهد خوض خمستاشر مباراة في خمسين يوم فقط رقم قليل جد المدارب السويسري تسلم مساء اليوم جدول مباريات الاهلي كاملة حتى نهاية الموسم الحالي وغدا ستكون هناك جلسة مع جهازه المعاون لبحث الاحمال البدنية وخطة التحضير للمرحلة المقبلة كرة ايضا عمل جلسة مع احمد جبال رئيس الجهاز الطبي بالنادي من اجل الوقوف على حالة المصابين وتحديدا بير ستاو وعمر كمال عبدالواحد بجانب الاطمئنان على سير البرنامج التأهيل الخاص بالتونسي علي معلول ده كل اللي بيحصل في الاهلي برح نادي الاتحاد اعلن رحيل للكابتن طارق العشري المدير الفني المدير الفني للفريق وتعيين اليوم الكابتن احمد ساري مديرا فنيا للفريق خلفا له مايو عبر الهاتف الان الاستاذ محمد احمد سلام عدو مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي يا رب يخليك سكريم زي حضرتك اخبارك انا بخير يا رب يكون حضرتك بخير الحمد لله يا رب انا يخليك قل لي الكرار مبارح ليه تاخد برحيل الكابتن طارق العشري او كبول استقالة الكابتن طارق العشري وكواليس تعيين كمان الكابتن احمد سر النار والله مافيش ليه يعني هو اللي حصل طبعا بعد الماتش مبارح تعرف ان احنا بقالنا فترة كده شوية بدلق يعني من ايام يعني من قبل طريبا ماتش بوير الاتمدة بتاع كاس مصر ويعني احنا لعبنا حوالي اربع خمس ماتشات اتغلبنا فاربعة وتعدلنا فماتش معدد وخسرنا من تم اداب وير والقصة يعني يعني في حالة عدم توفيق في الفترة الاخرانية كابتن طارق حس ان هو الموضوع يعني مفيش توفيق الفترة الاخرانية دي وانت عرفت كابتن طارق طبعا يعني حساس كمان جدا ان هو طبعا ابن من ابناء النادي وطريق كبير وكده فالراج الاثر يعني ان هو يعتجر عن استكمال المهمة بس ده يعني ده ملقص الموضوع هل 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 مبارح تمسكت بيقضت له استمر مع الفريق ولا لقيته خلاص ان الوقت قطحان خلاص الامور مش ماشية فخلاص نقبل استقالة الكابتن والله يبص هو هو اللي حصل بالفعل ان احنا طبعا بالليل بعد المطش اللي سيد محمد برا مطش الحقيقة وانسيد محمد نطارق بعد اعتذار يعني وانه قدم استقالته انه مصمم انه يمشي وانحنا قدمنا له الشكر وبس يعني هو ده موضوع كان باختصار جدا يعني فالموضوع طبعا ما خدش الوقت الكبير تقريبا يعني هو الكابتن نطارق يعني اصر مع الفيز محمد انه مش هيدر يكمل فخلص ده اللي حصل اختيار اختيار كابتن احمد ساري لهذه المهمة والله بص كابتن هو اللي حصل بالضبط برضو هي تجربة زي ما احنا بدأنا مع كابتن طارق طبعا انحنا استمرارا لمسلسل ابناء النادي وطبعا في الفترة دي يعني اكتر حد حيحس بيك وحيبقى شايل المسئولية ومقدر الجمهور ومقدر المجلس اكتر ابناء النادي يعني وهو الفترة كلهم سبع ماتشوت اللي فضلين ان شاء الله ربنا يوفقهم ووفق الجهاز الجديد طبعا كابتن احمد ساري او كابتن كرام مورسي كابتن اصام ربيع كابتن مجد بهلول كابتن فضل كلهم طبعا لعبوا في النادي والناس كلهم ليهم في الفترة اللي جاية وربنا يوفقهم فيش يعني والله الموضوع كله جي كده كلها ساعات يعني انت عارف ان بعد ماتش فرق ومبيراح الموضوع ما خدش ساعات طبعا الناس استجابت على طول وزي ما بقول حضرتك ابناء النادي طبعا دايما حارسين زي قبل كده كابتن محمد عمر ما تحمل المسئولية فترة سألك كمان بشكل عام رأيك ايه فيما يحدث من مشاكل وازمات في الفترة الاخيرة رأيك في مسابقة الدولة الممتاز بالنسبة للاتحاد السيجندري هل انتم راضين عنها ولا مش راضين بص والله سبتا كريم وبعيدا عن الاحداث اللي حصل يعني احنا ما احنا اشترك في ازمة موجودة حاليا على الساحة اكيد اي حد يتمنى انتظام المسابقة اكيد كلنا بنعاني من بقان النهاردة اربع سنين اللعيبة ما بتقدرش تاخد فترة يعني الراحة المطلوبة منهم المواسم متلاحقة من موسم اللي كان سنة كورونا كان عشرين عشرين يعني دي حقيقة موضوع صعب يعني موضوع صعب على كل كل اطراف الكورة حتى انتم كاعلام ما حدش فيكم بيعرف يطلع يصيب ايوه 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 ايدي ايدي بقى هودا سبب السؤال وزي محمد يعني هودا سبب السؤال عشان احنا بنعاني معاكم ايوه والله كلنا بنعاني والله يعني حتى الولاد بنسيبه وننزل يعني عارف برضو الموضوع صعب جدا يا كابتن كريم والله هي دي اللي احنا نتكلم فيها حتى فيه جوانب سلبية اخرى لما نيجي نبص عليها يعني مثلا الناس بتتكلم ان احنا عندنا لعب افارقة ومميزين زي مبلوله او غيره او لعيب النهاردة ممكن يبقى مطلوب سواء في الدوري السعودي او الدوري الاماراتي او في اي دوري الناس بتحب دي بتبدأ بدري فبتحب تاخد لعبتها بدري وانا عندي راجل مكمل موسم يعني النهاردة هل انت متخيل لو جالي عرض في لعيب من عندي حالة او افضلي سبع متشار حادرة فرض فيه لا طبعا ولو ما فرضتش فيه دلوقتي مش هادرة بيقى او تاني برضو خلي بالك من معادلة صعبة جدا صح داي خلينا اسألك داي خلينا اسألك هل مبلوله فعلا عنده عروض دلوقتي في الفترة الحالية اه اكيد 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 حجي له عروض اكيد يعني طبعا بس احنا طبعا مركزين انت عارف برضو الفترة حارجة ولسه بنتكلم على اللي حصل في الاربا خمس مرشات وعندنا سبع سبع مرشات فضلين اكيد برضو يعني مش هنلفت انتباه حد ولا الموضوع هيخرج بره الاطار غير لما الناس تطمنوا وتشوف الفرقة ماشية كويس وخلاص نتطمن احنا موجودين اكيد بعد كده اي حاجة هتبقى سهلة يعني وده زي ما انت حاطق قلت برضو دي من المشاكل الكبيرة اللي بتعاني منها بكورة كلها مش سواء نادي الاتحاد او اهلي او زمالي او واتفر اي نادي من الانديل الموجود صحية صحية سيد محمد احمد سلام عدو مجلس ضد الاتحاد اسكندري بشكر حراك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المهمة طيب نروح لي اللي بيحصل بقى في اليورو واحداث اليورو وقصص اليورو مع روجيرو جوريرو نجم منتخب بولندا وفريق سلتفيجو واكأسين السابق يا فندم مشرفت ومنوارني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهاردة بشكركم جدا على الدعوة دي واحنا معاكم قلبا وقلبا من البرازيلي اكيد ببدأ سؤالي عن المنتخب البولندي رأيك فيما قدمه في اليورو بص يعني الموضوع كلنا مش مبسوطين باللي بيحصل طبعا حاليا مع بولندا طبعا واللي بيحصل للأيام دي هو يعني شيء مؤصف وحزين طبعا مع اللي حصل مع فرنسا طيب عسلك عن اليورو بشكل عام البطولة حتى الآن شايفها بطولة ممتعة ام لا في بعض الفرق اللي هي كويسة جدا وفي بعض الفرق اللي هي متوسطة وفي فرق دخلة بس كده يعني الواحد مش حاسس بيها هي اسماء كبيرة وللأسف احنا مش متوقعين ان هما كانوا هيلعبوا بالشكل دي طيب مين اكتر منتخب لفت نظرك حتى الآن من وجهة نظري اسبانيا والمانيا اسبانيا والمانيا جايين يعملوا مطشاط اتمتع المشاهد وممتعة جدا في الملعب لعيبة عرفة عايزة تعمل ايه لعيبة نزلة عايزة تكسب من وجهة نظري احسن فرقتين المانيا واسبانيا هل من وجهة نظرك هما الآن المرشحان الاقرب للفوز بالبطولة بص هو المانيا المانيا طبعا يعني يعني عندها ميزة انها بتلعب بيعتبر في بيتها فطبعا ده ممكن يبقى مرشح اكتر ولكن الاربع فرق اللي انا شايف ان هما ممكن يشاركوا ايطاليا واسبانيا بس انا شايف ان المانيا وهي اللي هتكسب يعني هل في لعبين بعينهم لفدوا نظرك في هذه البطولة الحقيقة في لعيبة كتير ولكن انا مش عايز ان انا اسمي حد بالاسم يعني بس بي بي وممس ده اللي بيلعب في هولندا كويس جدا لكن انا زي ما انا قلت في البداية ان الموضوع مش ممتع زي ما احنا كنا متخيلين حتى اللعيبة الكبار مش بيقدموا بشكل كويس في الملعب ان الواحد ممكن حتى يقول اسمهم يعني طيب من اليورو لكوبا امريكا رأيك ايه في بطولة كوبا امريكا حتى هذه اللحظة حصل ان برأة مبارح في البرازيل ان في مشاكل حصلت مبارح طبعا في مشاكل كبيرة جدا حصلت بسبب ان برضو ضعف اللعب اللي حصل في كوستاريكا الارجنتين الارجنتين كمان برضو نفس الكلام هي الموضوع الموضوع زي ما انا قلت لك في البداية كريم ان الفرق حتى الكبيرة يعني الموضوع الحظ مش محلفهم بس انا شايف ان برازيل وكوستاريكا روجير جوريرو نجم منتخب بولندا وفريق سلتا فيجو ايك اسينا الصابق انا بشكلك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم طيب بعد ما تم الغاء مباراة الاهلي والزمالك اللي كان مقرر اقامتها مساء اليوم ضمن مباراة الدوري المصري حصل حاجة هتقول لي ايه الحاجة مخلص المباراة لغت ماشي كابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري استحق طاكم تحكيم المباراة طاكم التحكيم الاسباني بجولة سياحية في شوارع الكهرة دا الخبر اللي تم نقله عبر المركز الاعلامي للاتحاد المصري للكرة القدم هتقول لي الصورة يا شباب لو سمحتم يلا هايجيبولي طيب هايجيبولي الصورة يلا هتقول لي هنا عشان عايشوفها عايزة اتنور كده ماشي طاكم التحكيم الاسباني ومعهم وليد الكابتن وليد العطار واللي ابتسامات وكل حاجة حلوة وكل حاجة لزيزة تمام؟ سيلي بقى الصورة دي وخليك معايا وقاتني عين الصورة دي عايزة الصورة تباني؟ ماشي اهي الصورة بانت الصورة دي يا جماعة مستفزة وتدايق وتنرفز وتزعل ولازم بقى نقض كده هادين عشان الصورة دي عدد كده منور الكرام والناس يقول لك ايه يا بخت الحكام ملعبوشه وجومت فسحه يا مش عارف يا كابتن وليد قاعد بيتغدى معاوه بتعاشي معاوه مش بانتقد الكابتن عادي يعني والراجل برضو بيضيف الناس الديوف اللي عندنا في مصر انا بس واقف عند حاجة واحدة بس يا جماعة الناس الحلوة اللي قاعدة دي تكلفة حضورهم للقاهرة خمسين الف دولار خمسين الف دولار يعني ما يزيد عن اتنين مليون جنيه بيدفع بالعملة الصعبة طبعا خمسين مليون دولار مين بقى اللي هيشيل المشاريب هتقول لي ما وكيه كان الاهلي هو اللي دفعهم هي قصة مش مين اللي دفعهم والاهلي دفعهم عشان يلعب المباراة ما دفعهم مش كده برضو كان بيرميهم عالارض ودفعهم عشان يجوا يديروا مباراة كبيرة بين الاهلي والزبالك هتقول لي موزمالك اللي غلطان هقول لك موزمالك ما جابش الحكام من العجال هتقول لي مع الربط اللي غلطان هقول لك الربط ما جابته هتقول لي الاتحاد للغلطان الاتحاد كان عبد المأمور بياخد من النادي وبيجيب. الكصة. الكصة. هتلاقي كل واحد بايه? بيقول انا عملش دعوة. انا بقى الحكاية عندي ايه? كصت انا ايه? كصت حضرتك ايه زي زيك? في خمسين الف دولار تلعوا من عندنا من بلدنا لناس ما عملتش حاجة. من الاخر يعني خمسين الف دولار تراموا كده على الارض. تراموا كده على الارض. تراموا. تراموا. ومحدش يعني عارف انت اللي هو ايه? احنا مبتسمين يا جماعة عادي. ايه مشكلة يعني مع خمسين الف دولار يعني? حاجة يا اخي ده خمسين الف دولار دي تعمل بيهم حكايات. انا في الناس انا بتفرج عليها دلوقتي تقول لي خمسين الف دولار. ده انا كنت عملت وعملت 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 وعملت. للدرجات يا جماعة بقيت الحاجة دي سهلة عندكم. فلوس بتتراموا على الارض تاني. هلا اقلوهم على الاهلي ولا اقلوهم على الاتحاد ولا بلوهم على الزمالك ولا بلوهم على الرابطة. بس كلنا بقى كده على بعض كمنزومة في خلل. الخلل ده انا تكتو ايه? ان في خمسين الف دولار من عندنا من بلدنا هنا تلعوا كده يا ييتم حتى لله. يعني لو لله حلو. على الارض. دي. سورة مستفزة. مش برضو مش بتكلم على كابتن وليل العطار ولا الحكام الديوف. بتكلم على الفكرة. الفكرة بتاعت خمسين الف دولار على الارض كده. ماشي. دي سورة. فيش سورة تانية النهاردة. اكثر استفزازا. اكثر استفزازا. وهي سورة ديورجان كلوب. المدير الفني. السابق الاسطوري لليفربول. هياته السورة يا شباب. السورة. لصفحة على الفيسبوك. فيك. فيك. انا من اول المقاريت اللي مكتوب. عرفت انها فيك. مزيفة. واضحة. بلا نقاش. وبلا جدال. ازاي حضرتك سدقت. ان الصفحة دي بجد. هاتوا يا جماعة اللي مكتوب بالعربي يا جماعة. هم كانت بينها بالعربي. عيب. عيب. مايصحش. وفيها لايكات والشيرز وحاجات وبتاع. شفتك بتوها من فيسبوك وانستجرام يا جماعة. هيكت على فيسبوك. هتقولي اللي كان عليها الترجمة العربي. تلاقي الناس. مشى ورا الحكاية. وراجب يقولك انا اصلا كنت هزور مصر. وكنت هزور الاهرامات. بس اعرفت ان فين كتاع في الكهربا. فقلت خلاص مش هاجي مصر. ده نص الرسالة يعني عشان لو هي مش موجودة معنا الترجمة اللي بالعربي. ده نص اللي مكتوب يعني. تاني. صفحة. مكتوب عليها يورجن كلوب هو زي ما انت حراك شايف فوق. والناس ما شاء الله. عشرين الف شير. وخمسة وعشرين الف لايك. وكل الناس بقى مش هيره. حرام عليكو يا جماعة. الراجل ده كان المفقود يجي مصر وينور مصر ويفرحنا. وراجل ما يجيش عشان الكهربا بتقطع. يا جماعة. قبل ما لهم عن الناس اللي شيرت. ما كل مش كل يعني فيه ناس بسيطة يعني. الناس على فكرة الادمنز بتوع البيج داية مصريين. مصريين. وعايشين وسطين عادي. تعرف لسالة زي دي بتقول ايه للدنيا كلها. بتخترعها. بتزور في ايه. دي حاجة فيها اعزار. يا اخي دم يعني تقل دمك. اللي عملت كده. يا تقل دمك. مش عايز اقول بقى يا قلت وطنيتك ويا قلت منوقتك ودمك وكل حاجة. عيب. عيب دي بلدك يا اخي. معلش يعني او انت لما تضرب. اهي دي دي رسالة مكتوب العرب ايه. كنت هسافر اجازة اهرامات آآ مصر واحدة من عجائب الدنيا السابع النهاردة عند المغادرة قال المصريين ان البلد لم تكن هناك كهرباء من فترة كبيرة والرحلة تلاغت قبل الصفر. وصور تيورجان كلوب قال يعني متدايق. ويه الاكاونت اهو الفيك المزيف. بزي ما مش عيب. انا والله نفسي امسك الادمن ده يعني اطلع فيه غضبي. عارف ليه? عشان الشاب اللي عامل البيتش ديت شاب انا انا اسف ان اقول كده. انا اسف بس هو يستاهل. جاهل. هو مش فاهم انه لما يعمل حاجة زي كده وفرحان هو بشوية لايكز وشوية شيرز تمام? هو هيخسر. معيس اياح لما تتضرب بلدك انت خسران بشكل مباشر او بغير مباشر. سمعت بلدك وشكل بلدك واي واي وتفاصيل كتيرة. وتفاصيل كتيرة. طيب. انت ممكن تقول لي يا كريم انت ايش عرفك انها فيك? هي واضحة يعني. البناء يعني عنده حد ادنى من الزكاة هيعرف انها فيك. بس قلنا مع زميلي في الاعداد تم نروح نسأل الراجل نفسه. ما نروح نسأل يورجان كلوب نفسه. زماننا المترجم معانا المترجم الالماني محمد الباز راح وبعت ليورجان كلوب مسج على الواتساب. والراجل بعث له الرد. هات الرد. طيب يا يورجان كلوب. انا حابب جيب لكم من المسج اهي. الراجل بيكلمه بالالمانيا انا ياسف ما عرفش المانيا اوي. بس هو بيقول له يورجان كلوب بيرد عليه بيقول له. دي فيك. فيك دي واضحة. هي مكتوبة هي فيك دي واضحة. وبعد كده قال له ان انا ما عملتش اي انتربيوات في الفترة الحالية. قال له الصفحة دي فيك. وانا ما عملتش اي انتربيوات في الفترة الحالية. وبعد كده استأذلناه اللي احنا نعرض لسكرينشوت دات وهو الراجل وافق. اهو ده يورجن كلوب يا جماعة. ده رقم تليفونه. بعتنا له. قلنا له. اللي بعد الفويس نوت ده اللي هو الاوديو اللي فوق ده. قلنا له في الاوديو دوت ان احنا اه الصفحة دي والناس كتبت وقالت وانه انت كنت جاي مصف قال لهم لا الصفحة قال زمان محمد الباز لا الصفحة دي فيك. وبعد كده قال له انا معاش اي انترفيهات ولا ايه اللقاءات ولا اتكلمت مع حد الفترة دي. وبعد كده استأذلناه. استأذلناه. قلنا له نعرض المسجد دي. الرسالة دي يعني. فهو الراجل وافق ورحب. انا بس حبيت حبيت اعرض لكم الامر. ومعايا ايضا زميلي محمد الباز اللي راسل يورجن كلوب. محمد مشرف ومنور شكرا على الرسالة دي عشان توضيح مهم جدا لما لما حدث من صفحة مزيفة. طيب مش معنا بلدي محمد الباز طيب ماشي خلاص. دي الرسالة ودي الحكاية وده الوضع بالنسبة لناس انا اسف تاني اهو. ما عنداش دم ما عنداش وطنية وبتحبش بلدها. مش عايز تقول فقط اكتر من كده. بس بس حبيت اوضح لك الصورة عشان لو انت كنت صدقت كنت شخص بسيط وصدقت الصورة دي. الصفحة دي. حبيت بس اوضح لك من كلوب نفسه. اهو يورجن كلوب نفسه. قالك دي صفحة فيك. مزيفة. وانا ما اتكلمتش مع حد خالص الفترة دي. وانا في اجازة اصلا دلوقتي. الله يسمحوا. ثم دول بيدررنا كلنا. الناس اللي بتعمل صفحات مزيفة وتعمل فيها حاجات زي كده. كلنا من الضر. كلنا من الضر. طيب. النهاردة نادي من كل عرب في بيان رسمي. قال انه تقدم باحتجاج وطلب رسمي لاعادة مباراة فريق امام بيراملز اللي انتهت. اه. انتهت بفوز المقولين العرب تلاتة واحد. اه. فيز بيراملز على المقول العرب تلاتة واحد. اه. كان طلبهم انه لجنة الحكام او اه. قرروا او رأيهم ان لجنة الحكام ارتكبت مخالفة بشأن لقاحة النظام الاساسي بتاعين الحكم محمد الحنفي لادارة المباراة. كل عرب قال في بيان حكم محمد الحنفي فشل في اختبار اللياقة البدنية مرتين في بداية الموسم. وفي منتصف الموسم ولقاحة الحكام في اتحاد الكرة لا تسمح بخضوع الحكام لاختبار للمرة السلسة. وده البيان بالكاميرا. طيب. دي الحكاية يعني. من الاخر هم رافضين فكرة ان الكابتن محمد حنفي كان يدير هذه المباراة. معي عبر الهاتف الان المهندس محمد عاد الفتح نائب رئيس نادي من قول العرب. يا فنم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي. اهلا اهلا بك يا كابتن ووفق دايما. وبالنجاح لنجاح من التقدم من التقدم. اشكرك اشكرك يا فنم. وكل سنة وطيب لديك وللسادة مشاهدة. وحضرتك يا رب طيب وبخير. قل لي رأيكم ايه فيما يخص حكاية الكابتن محمد الحنفي وقدرته لمباراة بيرامج وطلبكم اعادة المباراة. هو مبدئيا احترمنا الكامل الكابتن محمد الحنفي. ما ما بنعتركش عليه كااا ان هناك اخطأ في المباراة او او ولكن هناك خطأ في القانون لا يتيح للكابتن محمد الحنفي انه كان يدير المباراة. ده رئيس لجنة الحكام طلع بنفسه من فترة مش تذكر التاريخ امتى? وقال ان هناك في الاختبارين والاخر السنة هيبقى حاكم فارس. والله بتقول ده هما اختبار مرتين يعني انت منحقك اختبار والتاني. وليس منحقك تاني. نهاردة اعلن او بيقول بيرد على الكلام اللي احنا بنقوله عشان برضو بكلامه اذا انه اخترع الاختبار في السويس. هذا الاختبار اللي هو بيقول عليه. اذا كان تم فعلا لا يجيز برضو للحكم انه يقنزك. حكم صفار. لا وانا بأكد هذا الكلام. واعتقد ان خلال الفترة اللي فاتت الساعتين تلاتة اللي فاته اكثر من حكم قديم اه 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 اثبت حقياتنا. احنا اتأخرنا يومين كاملين بعد المبارا عشان ادرس الموضوع جيدا. ام. وابحث اللواح تيه. ام. الى ان وصلت بحقائك لنا بغض النظر عن النتيجة بغض النظر الخاصية. لابد من اعادة الحق الديني اعادة هذه المباراة. هل تركت اي ردود فيما يخص هذا الامر هل توضيحات من الاجبات الكامل ومن اتحدك هنا. انا دايما رجل رجل صادق وواضح. انا اجاب لسه لعطي النار داخل النهار. اه. عشان نكون يعني منصفين. وبالتالي لسه انا منتظر الرد. لان انا طالب برضو في خطاباتي. ام. طالب رد رسمي مكتوب. ام. علشان ابتدي اخذ اشوف. بادرس برضو. في حالة الرب. ايه الخطوات التصعيدية. اروح لمين واجه لمين. بادرسها قانونا صح. عشان اقدر اتحرك. هل هل جالك رد غير رسمي غير مكتوب? هل جالك رد مسلا هاتفي? لا لا حتى الان. حتى الان حتى ما حدش اتحصل بنا اتكلم بازال موضوع. طبعا. مهندس محمد عدم فاتحي. فضل يا ريت. برنامجك برضو غطيت الموضوع. فضل يا ريت. انا برضو بقيت جواب تاني. بعتارت تماما على لعب المباراة الساعة اربعة. ام. تمام? ام. اللي عن الساعة اربعة تزل الظروف الحالية. يوم الجمعة درجة الحرارة. في الضل. في الضل. حسب الاصلات من سبعة اربعين لخمسين. درجة حرارة خمسين دوليا. ممنوع. منعا بدتا. العمل فيها. يعني سادتك لو في شغلك. تقعد اجازة في البيت. قانونا. وازع حقا. تلاعب شباب. في الساعة اربعة. كلنا. ودي زروف طرقة. طبعا. هتقول لي انا بالكالية والغير. ام. ولكن برضو المشاهدة. والجدول عشان ما فيش ابدا مساواة في هذا الدوري. هتلاقي الاهل والزمال الكبرى منه. تحديدا. ما لقبوش الساعة اربعة. ام. يعني كل الاندية. في الجدول القديم والجدول الجديد. فيها الساعة اربعة. طبعا احنا من الظروف الاسنائية. بنطالب بان احنا. احنا وغيرنا. ان اجل الماءات ساعة ونصف. الدنيا مش هتنهج. ولكن حافظ على اولادنا. من تزرين لما تحصل. الله لا يقدر. الله لا يقدر. الله لا يقدر. وشاب او بتاع يتوفى من ضرب الشمس. هو فيه ايه. وفين المسؤولين عن الكورة. وفين اللي بيدوره. وفيه يا جماعة. احنا شايفين دي ظروف حرارة مختلتش في فصل. لابل كده. معناش عارفين اللوايح الدولية. ان درجة حرارة خمسين. في الدل ممنوع العمل. تبقى بالشمس كامل. ومنتظرين درجة. ان شاء الله. مهدس محمد عدد الفتح ناب رئيس نادي المقلون العربة. انا بشكرك شكرا جزياء على هذه المداخلة. طيب. اكمل محاكم اخبارنا. جوزي جوميز المدير الفني للنادي الزمالك استفسر من ادارة النادي على الموقف لما هو قادم. وطلب خود عدد من المباريات الوديه حال عدم استكمال الفريق لبطولة الدوري. خوفا من تراجع الحالة البدنية لللاعبين. وحسب مصادرنا جوزي جوميز كان مستق جدا لعدم خود مباراة الاهل. رغم اعتراضه الشديد على ما حدث في مواجهة المصري من قرارات تحكمية. لكن هو كان عايز يلعب المباراة مرة تانية. في كل حواله هو احترم قرار ادارة النادي. ايضا بحسب مصادرنا داخل نادي الزمالك في جلسة تلتة هتم مع عزيزو والده خلال ايام القرارة المجبلة للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع نادي الزمالك. والزمالك عمل جلستين قبل كده مع عزيزو. وتم الاتفاق على تجديد العقد موسمين مع راتب سنوي يصل تلاتين مليون جنيه. لكنه لسه في اختلاف على بعض البنوط الخاصة بالاهداف والبطولات هيتم الاتفاق عليها. طيب. احنا فيما يخص اليورو وما حدث في اليورو ومباريات اليورو. ففي متعة جماعة. متعة مفيش بعدها. متعة كل يوم. احلم اليوم اللي قبله. اشتركوا في القناة النهاردة في الجولة السلسة منتخب النمسا فاز على منتخب هولندا تلاتة اتنين ومباراة اخرى مباراة فرنسا. النهاردة فرنسا تعادلت في مباراة. كانت فرنسا مفروض فيها تبقى افضل بكتير. فرنسا تعادلت واحد. واحد النهاردة في مباراة كانت مفروض تبقى الفرنسا هي الطرف الافضل فيها امام بولندا. ولكن في وجود حد تنبابيه فرنسا اكتفت بالتعادل. انجلترا تعادلت مع سوليفانيا بنتيجة سلبية سلوفينيا والدرمارك وسربيا. تعال دلاء سفر سفر ايضا. دي كانت مباراة اليوم. تعالوا نروح لنشط اخبار اليورو. تعالوا جماعة وروا هنا. طيب. روبيرتو مارتينيز المدير الفني المنتخب البرتغال اعلن عدم اجراء تعادلات جزرية في صفوف فريق خلال المواجهة امام جورجيا غدن الاربعاء في ختام دور المجموعات. رغم ضمان التآهل لدور الستة عشر. وايضا كلا يمبابيه سجل نجمة فرنسا طبعا سجل اولى اهدافه في يورو الفين اربعة وعشرين بعدما سجل هدفا في مواجهة بولندا اليوم. الهدف ده هو الاول بقدم لاعب فرنسي في يورو الفين وعشرين بألمانيا. دي حكاية اليورو. هنلسا مكملين مع حضراتكم. كلام كتير مهم جدا عن الكورة. الكورة الحلوة. هتستمتعوا معنا جدا بكورة في غياب مباراة الكمة. احنا لسا مكملين كورة مع محمد جمال ومحمود شاكر بعد هذا الفاصل. خليكم معنا. يعلم بحضراتكم مرة اخرى قلت لكم بداية الحلقة النهاردة ان الفقرة دي هتبقى فقرة ممتعة جدا. ليه تعمدنا نعمل الفقرة النهاردة تبقى ممتعة يعني اهلي والزمالك. مفيش مباراة الاهلي والزمالك. قلني هنا في رقم عشرة هنستمتع. ومعنى هنا هنستمتع فملوك الكورة الناس اللي بجد بتمتعنا في الكورة محمد جمال ومحمود شاكر هما اللي هيمتعونا النهاردة. جيمي منور الدنيا. اخبارك ايه? مبسوط انا موجود معك العدمة. انا اسعد محمود منور الدنيا. اخبارك ايه? عمورك حلوة? كله ارجوك. نفسنا يعني طبعا بنتكلم الجنج ازاي ومين قطع فين ومين دخل ايه? بس مالحوق ان شاء الله. كنت بتكلم مع بعض الاصدقاء. قامل ما خش على هوا. فكرة انه الكورة المفروض تبقى متعة بس. طبعا. يعني مسلا هم حد كتب الكريم النهاردة يقولي انت هتتكلم على القضية النهاردة وهتفرش لها وهتتكلم وقضايا وتليفونات ومشاكل وكصص وحكايات. قلت له لا هنتكلم في الكورة عادي يعني. رايك ايه فكرة انه. يقول لكره هو قضية. الكورة اكتر حاجة بتخلي الناس مبسوطة. كورة اكتر حاجة بلااش بتخلي الناس مبسوطة. من اول عايل صغير لحد اكبر واحد. الناس قهد التفرج على الكور. سواء انت انتمائك اهلاوة وزم الكاوي حتى لو النهاردة المش كانت لعب. لو انت مش اهلاوة وزم الكاوي هتتفرج على الكور. وهتمبسط. وهتستنى المتش وتفرج على تحليل المتش قبل المتش. وبعد المتش تفرجها تستنى التحليل بالليل في كل القناة عشان هي الكرة أحلى حاجة في الدنيا واكتر حاجة إحنا كشعب متعلقين بيها فطبعاً بمناسبة زي أهلي وزي مالك هي الحاجة اللي كل الناس بتستنى والله يا كريمي لو أنا صغير أكتر رواقت كنت باستنى نتفرج على كرة يوم مطش الأهلي وزي مالك ومنتخب مصر بطولة أفريقيا فهي الكرة أجمل حاجة في المالك صحيح بطول يعني لا يا كجب بعيدنا بعيدنا ودائماً بنبعد يعني شوية الأمور تماشية بشكل جيد ما صدقنا الأمور بتردت يعني شوية عودة الجماهير نوعاً ما في بعض المباريات زي التساعة الجماهيرية الأمور بدأت في التحسن لكن دائماً وأبداً لازم نخرج شوية برى الإطار تعريجات أي أن كانت أسباب هذه التعريجات مش قضيتنا يعني لكن في النهاية الكرة خرقت ليه؟ للمتعة شنالناس نتفرج أيوة هذه الشعبية حتى تعصب بالمناسبة جمني جاي من متعة الكرة فأنا لما أجي أتكلم أنه أنا أوصل لدرجة من التعصب والخناقة والمشاكل والخلافات والأمور والأمور القانونية ثم 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 أن أنا أخرج برى الإطار الكرة تماماً حلو أن يبقى فيه شوية سبايسي حلو لكن أن أنا أوصل للأمر أن أنا مش عارف أتكلم في الكرة بقى أنا يومين ثلاثة مش عارفين أتكلم في الكرة الناس مش عارفين أتكلم في اليورو الناس مش عارفين أتكلم حتى في مباريات الدولة تتلعب؟ لا يعني أنا شايف أنه لازم نرجع تاني نتكلم كرة بس حلو ونحاول قدر الإمكان بسرعة أنا عايف من فيه مشكلة قائمة وما ينفعش نبقى معزعل عنها بده رأيي يعني نفعش نبقى معزعل عنها بأي شكل من الأشكال لكن لازم نخلص منها بسرعة ومنخلص منها بحلول جزئية اخلص منها بحلول جزرية تغيير لوائح تغيير النظام حط سيستم جديد جبتلي اشتغل جيب الانداء على فكرة الأمور سهلة الأمور سهلة والله إحنا هتيني حل الأمور سهلة وبعدين الفاصل دايما في الأمر الفاصل في الأمر إذا كان هناك لائحة وقانون واضح واضح لا هنعمل أعدات عرب ولا هنقنع حد ولا حد هياخد حاجة برا للإطار ولا حد يعمل أي حاجة وليبتلي نفرج على كرة هذه حلو البداية النهاردة بقى عن الأهلي والزمالك هنتكلم على حلوة الأهلي وهنتكلم على حلوة الزمالك بأهداف للأهلي في الزمالك وأهداف من الزمالك في الأهلي آخر خمس سنين تبدأ بيه؟ احنا قلنا بدا ما فيش أهلي وزمالك النهاردة نستعيد بعض الزكرات لأجمل أهداف الزكرات القريبة أه طبعا لأجمل أهداف للنادي الأهلي في الزمالك وللزمالك في الأهلي في آخر خمس سنين الزكرات دي طبعا مربوطة الناس كلها حافظة الأهداف دي بس لما نجيبها في يوم زي ده ونستعرضها وبرضو عاوزين الناس تشاركنا لو فيه هدف مش موجود احنا مختارين خمس أهداف لو فيه هدف مش موجود يشاركونا برضو الناس يقولولنا رأيهم وبرضو نشوف برضو الترتيب بتاع الناس عامل ايه؟ لأن الإجون كلها حلوة بصراحة تحب نبتدي بأهلي والزمالك؟ تعال نبتدي بقى هدف الأهلي علق على هدفين وجيمي علق على تنادي يلا بينا طيب طبعا الهدف ده كان الهدف ده طبعا كان نادي الأهلي والزمالك السنة اللي فاتت طبعا مباراة لقلصة أربعة واحد حسين الشحات تزديدة ساروخية كانت هدفة بس نرجع دي كان أسوريو كان ماسك نادي الزمالك في المباراة اللي لقى فيها أحمد فتوح لوحده في وسط الملعب واللي قدت أن النادي الزمالك كان نهار في شوط الأولاني طبعا الهدف كان جميل جدا من حسين الشحات ده كان الهدف الثاني نشوف بقى الهدف اللي بعده هدف من أليو ديانج لما موسماني كان ماسك النادي الأهلي طبعا الهدف ده كان جميل جدا هدف نادل من أليو ديانج طبعا لأن الهدف ده يعني أنا فاكر حتى المعلق يعني كان بيكلم بيقولك الرجل حط الكرة بيده في الشبكة واحدة من أجمل الأهداف وبالمناسبة الهدف ده يا كريم جي بعد ما مصطفى فتح جاب الجون على طول يعني كان نادي الزمالك خاصان 3-0 أول ما مصطفى فتح جاب الجون في الدياة تريباً 48-49 نادي الأهلي على طول رد بالدياة 52 وهي دي اللي همدت نادي الزمالك تماماً من العودة مرة أخرى فهدف كان جميل جداً جداً خدش بقى انت يا جيم هدف الربونة هدف الربونة واحد من أحلى الأهداف اللي تسجلت مرة أخرى ما بغض النظر بقى أنه جيم الأهلي جيم الزمالك واحد من أحلى الأهداف اللي تسجلت ودائماً وأبداً يعني ربونة عمر السولية ومحمد شريف بالتخصص في نادي الزمالك واحد من أكتر هدفين الجيل الحالي اللي موجودين تسجيلاً في نادي الزمالك ويمكن نادي الزمالك ارتاح لما مش محمد شريف راحل خليجي السعودي بقى كعب وعالي موفق جداً جداً في مباراته أمام الزمالك لكن الجول كله شكله حلو الجول كله تفكير السولية أنه يعملها كده بالنسبة لي و90% من الجول وبعدين محمد شريف ما كانش عنده أي حلول أنه يلعبها غير كده أنه يقابلها برجله الشمال في مرمى أبو جب القصة في الهدف ده أن أنت تطلع الكرة بالدقة دي بالطريقة دي وإحنا ما شفناش قبل كده في مصر يعني ففيها توفيق كبير عمر السولية هو واحد بصراحة من اللعيبة اللي كانت الموسم ده عمر السولية كان عامل موسم خالي ما هو اللي خلاها حلوة بتاعت عمر السولية بنشتيفها نكملها جون نكملها جون ما كنا هننسى اللقطة نفسها نشوف اللي بعد الجول اللي بعده ده محمد شريف بالتخصص هدف بالرجل اليسرى واحد من الحاجات المفارقات الغريبة كده حمد شوبي ده حاجات تأسهل من كلاب كتير لكن دايماً هو بيسجل بكل الوضعيات أمام الزمالك بيسدد بالقدم اليسرى بيسدد بالقدم اليمنى وأهداف كلها حلوة أو معظمها في نادي الزمالك حلوة واحد من أحلى الأهداف اللي زجل محمد شريف تصويه محدش كان متوقع لعيبة الزمالك بدأ بترجع عشان تقفل هو رايح واحد على ثلاث واحد على ثلاثة ده ما الناس كان بتيجي تتكلم تقولك واحد وسطة ثلاثة دي كانت كرة إيفونا الشهيرة في الزمالك فدي الرجل رايح واحد ده هو على ثلاثة بقى اتنين على أربعة ورايح والراجل راح واخد القرار وحطيتها تصوح والمناسبة الكريم الهدف ده كل اللي طلع في الكادر ما بيلعبش يعني تت محمد شريف مش موجود في النادي الآلي محمود علامة بشاركش مع نادي الزمالك الوينش مصاب حتى طارق حامد كمان مش رحل من نادي الزمالك فهدف من الهدف الجميلة اللي محمد شريف مبورا دي كانت أعتقد في الدور الأول في الدوري الممتاز وبعد كده معرفناش عن الراجل ده أي حاجة تاني هدف من أحلى الأهدف أنا فاكر المباراة دي كان الأزمة اللي كانت موجودة على النادي الزمالك ساعتها كان العيب تاع نص الملعب المغربي فاكر النص الملعب المشي هتقول بالزبط كده هو اللي أخطأ هو اللي أخطأ بالزبط كده وبرونو سافيو جاب الهدف ده جمهير النادي الآلي استبشرت فيه ان انت متعقد مع رونالديني وبعدين الراجل طلع مش برازيلي أصلي بصراحة طلع برازيلي وبعدين رجع رجع يعنيك كسر الدنيا رجع يعنيك كسر الدنيا بس العيب كان بدايته يعني نارية بس بعد كده الراجل بصراحة يعني اختفى تماما اختفاء تام وواضح ان هو اللعب تلنادي الآلي كلها كانت أعلى منه كاكوالي حلوة أوش ده فيما يخص أهداف النادي الآلي نسمع برضو رأي الناس يعني كله هيشارك معنا يشاركوا معنا برأيهم ايه أفضل هدف في الخامسة دول وكمان شاركونا لو فيه هدف تاني 100 سنة واع مننا وجهة نظركم انه هو أحلى من الخامسة دول فحط رأيك برضو وقول ان الهدف ده كان أحلى بس احنا نتكلم في آخر خمس سنين صح صحيح عشان واحدة ممكن يجيب لك من 20 سنة وحنا نتكلم برضو في الكرة المصرية محلية محلية اه عشان الحق الحق احنا بنشتغل بس محليا الزمالك الزمالك ليك ثلاث أهداف ماشي بقى احنا نشوف الهدف الاولاني طبعا هدف تريد مارك شي كبالا رجل يعني افضل من افضل اللعيبة اللي بتعمل الارتو البلسنج في الحتة الشمال الهدف كربوني بعد هدف نهاي يعني عاوزه لك على مفارقة غريبة جدا في الماتش ده كان موسيماني بيقول له هو انت كل مرة هتيجي وتعملها في المباراة اللي بعدها قال له انت كل مرة بتخش وتلعبنا وهنا قيمة شي كبالا ومهارته ان كل لعب تلنادي الاهلي عارفة ان هو لسه جاي بجوم في اخر ماتش وفي نفس الوقت برضو رقص نفس الترئيسة ودخل لجوه الملعب ايه مش اللعب بس همون كل اللعب هو الجمهور والناس اللعب هو بره والناس اللعب هو جوه شي كبالا بصراحة يعني اسطورة زمالكوية واهدافه من اجمل الاهداف خصوص اشكاء ياخد الكورة مع الطرف كيه تعرف ان فيه حاجة حلوة تحصل ده الهدف الاولاني كان في مار معالي لطفي كان ساعتها محمد الشناوي مصاب نشوف الهدف اللي بعده الهدف اللي بعده واحد برضو من احلى الاهداف اللي جلوسة بنتكلم عليه مصطفى فتحي ده بقولك بص في الديها كاما كريم في الديها خمسين والنادي الاهلي جاب بعدها بيدياتين بزبط جون الهدف ده نادي الزمالك نيزل الشوط التاني مغير تماما عن الشوط الاولاني ومصطفى فتحي كالعادة يعني مصطفى فتحي الحد دلوقتي بيمتع الناس كلها بالهداف اللي بيجيبها الهدف ده كان رائع واعتقد ان لو كان النادي الاهلي الهدف بتاعة اخر شوية كان ممكن المباراة طبق نادي الزمالك طبق الصعب بكتير على النادي الاهلي فهدف جميل من مصطفى فتحي نشوف الهدف التالت اللي بعدين على طول طبعا صفحة البرنامج معكم على الشاشة هو الصفحة الرسمية على الفيسبوك شاركونا خشوا شاركونا برأيكم وإحنا معكم طيب الزكر المهاجم الأفضل والأقوى والأعظم حاليا في مصر طبعا مصطفى محمد واحد من أقوى الأهداف بص الكنترول وإزاي إنه هو قبل مكورة تنزل على الأرض والعرف كريمي الميزة إن الراجل مش أشوى الراجل أيمن وإنها قيمة مصطفى محمد أنت زي تسلم ومعاه برضو ياسر إبراهيم واحد مدافعين قوية جدا وجون برضو يعني كانت إلفة بصراحة يعني مصطفى محمد من الجوال الجميلة واللي وحشنا أكيد مصطفى محمد ولكن نتمنى له إن شاء الله بإذن الله يكسر جيني أكتر فرق آخر هدفين فاضل جيمي يلا نروح للجون اللي بعده طبعا دايما دايما يا كريم في مباراة أهلي والزمالك بنتكلم على آه فيه جوان حلوة كتير وفيه جوان ما نفرج عليها لكن الجون دا بالنسبة لي هو فيجن الجون كله لا هو تصويبة ولا هو قوة التصويب ولا الركنة الفيجن آر المارمة واحد من فرجاني ساسي واحد من أسكل لعيبة اللي لعبت في الكرة المصرية لعيب زاكي جدا 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 بصة كريم بصة هنا هو الراجل أول ما تجيل الكرة بص أول ما تجيل الكرة وقف أول ما تجيل الكرة وقف بص 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 وقف هنا الراجل عامل إسكانه ومحضر من قبل ما يحط الكورة. ليه؟ هو شايف الزحمة والخط لو الناس تبص على محمد الشناوي وراء. الخط اللي قدام محمد الشناوي خليه ما يشوفش. فالحل الوحيد انه هيحط الكورة بعيدة عن مصار الرؤية. عبل ما يبتلي محمد الشناوي يشوفها. كمل الفريم اللي بعده. كمل مشيه على سرعته. مش عصر بص. محمد الشناوي ما تحركش. هو تثبت. لانه شافها بعد معدت من الزحمة دي. واحد من الاهداف الزكاية قوي. ممكن ما يكونش هدف غير عادي. لكنه هدف زكي جدا جدا جدا. من واحد من الاسكن اللعيبة. اللي لعبت في الفوزيشن ده. في الكورة المصرية في السنوات الأخيرة. فرجاني ساسي. لعيب لعيب زكي جدا جدا يا كريم. طيب سايت عمل شعر وكده. بتاع بجل وبتاع نشوف في الهدف الخامس. فاحلى هدف الزمان في اخر خمس سنوات. علشان الناس ما تزعلش. اهو. اخر اخر هدف. يمكن الهدف ده. مفرقة غريبة. اه اه. ده هدف غريبة جدا. ناسر بريم الكورة كانت سهلة جدا انه طلعها. لكن حب يرجع بيه. حب يأمنها علشان الكورة ما طلعش كورنر. طبعا. طبعا. الهدف بقى. مين بقى اللي نبص كلا مين اللي هجيب الجون? ما معروف اه? امام عشور. امام عشور. بص. هدف الزمالك وباللازرق في الاحمر. امام جاء امام من الزمالك دايما دايما. امام عشور كور ارضية دقيقة امام. ابترى يعني نوعا ما الفترة الاخيرة يزود القوة شوية بتاعت التزديدات. لكن هو كور الارضية والضقة بتاعت التصويبات خاصة في الكورات الارضية. امام عشور طبعا. اسجل مع الزمالك في الاهلي. وسجل مع الاهلي في الزمالك. طبعا. عشان يخش قايمة. عشان يخش من الاهلي. الجل بتاع محمد شريف اللي هو اشاطه بشمال. بشمال. اه عشان دي كانت صعب ايه برضو. انا اقول لك جون شيكابالا الاولاني اللي فعلي لطفي ده احلى جون بالنسبة لي. والنادي الاهلي جون الربونة بتاع عمر السليا القطعة والباص نفسه اللي اتعامل مع عمر السليا بصراحة رائع. تفهم مع محمود. اه. بجون جون شيكابالا في علي لطفي. وجون شريف الربونة. من كتر ما شيكابالا بيعمل الكرة دي يا اخي. خلاص. اللي هو ببتش حلو يا اخي. بيتعدي يا اخي. يعرف من كتر ما هو بيعملها بسهولة. هي اكيد صعبة جدا. وحلوة يا اوي. كل الناس عارفها بيعملها بسهولة كده يتعدي. والله الفكرة حلو والله النهاردة. حبيب يا كريم. والله ممتعة جدا. ده احسن ما كان الاهلي والزباقك. كانتش هيجي. ممكن ماتش يخلص صفر صفر وماتش يبقى طيب. احسن لكم بقى هابدأ بيك يا جيمل المرة دي. افضل اسيستات الاهلي الموسم ده. يعني الناس بتستمتع بالاهداف ده حقيقش. حلو. بس احنا كمان بنستمتع بالاسيستات. حلو. الاسيستات بتاعت الاهلي بقى الموسم ده عموما مش بس في الزمالك. ماشي. قبل ما نروح بسا ما نرد الفيديوهات. انا بالنسبالي وحاب بقف عنده لمدة عشر ثواني واحد من اللعيبة اللي حصل عليها ضغط ولغط. وا 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 وا. لكن والله هو ولاعب بالنسبالي هو واحد من اهم اللعيبة اللي جات في المكان ده باخر. خمس ست سنين. محمد وجدي افشل. الراجل ده عنده اربعة ستة عيون. تمان عيون. اه هجيب لك جنين. جنين. واحد لسه. جون. جون ولعبة. نفس الكورة في نفس البوزيشن بيعملها بنفس التكنيك. بعد ما بيعمل اسكان ايا كان من اللعيب اللي موجود. واحد منهم هدف غالي جدا لامام عشور امام الزمالك. اه في الكاس. والهدف التاني. والكورة التانية في المباراة اللي فاتت على طول. الفرصة الغريبة اللي ضياعها كهرباء. تعال نشوف. بص. ده الهدف. لا. ده ماشي. ماشي. دي الفرصة. اللي ضياعها كهرباء في المباراة الداخلية. ولو نجيب الاعادة كمان. بصها كريم. وركز على الوزيشن. وركز على رفعة العين. والاسيست هيروح فيه. شفتها. تعال ورها لك بعديها على طول. وروح للجورة اللي بعدين. والاسيست هنا جيل مودست. بص 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 كريم. بص بص. نفس الوزيشن. نفس رفعة العين. نفس الاسيست. جول لإمام عشور في مرمى الزمنك. لعب كبير. لعب كبير محمد مجد أفش. طب. لعب كبير قوي. انا بشوف انه هو. يعني شوية الموسم الاخير او الموسم نص الاخيرين. مداش. ما خدش وقت كبير قوي. لكن الوقت اللي ما موجود فيه. مؤثر. جدا جدا جدا. واحد من المواهب المهمة جدا اللي موجودة في الكرة المصرية. دول بالنسبالي. بالنسبالي. كاسيستات. عشان هي مركبة مسجلة. مش بالصدفة. مش موقف. لا. هو الراجل عارف ما بيروح في الحتة دي. بيروح رفع عينه. يشوف اللعب ويحطها. بمنتقى الدقة. روح للبعد. ده الجول طبعا. يلا. روح للبعد. ده الاسيست اللي بعده ده العبدالله السعيد في مرمى نضاي. هدف الثلاث نقاط ليه الزمالك. في مرمى محمد بسام في مباراة سراميكا. مباراة صعبة جدا جدا على الزمالك. وافضل مباراة عملها عبدالله السعيد. من وقت قدوم النادي الزمالك مباراة سراميكا. عمل كل حاجة في الكرة الراجل. كل حاجة ممكن تعمل في الكرة. سجل. صرع. فرص خطرة. عمل كل حاجة. فجول ماركة عبدالله السعيد. حساسية قدم ورؤية عظيمة جدا من عبدالله السعيد في الكرة دي. دول بالنسبة لي. من الاسيستات المهمة وميزة جدا للأهلي. والزمالك بتكلم على دوري الموسم الحالي. بنتكلم على الموسم الحالي. طيب. طبعا الهدف ده من أحلى الأهداف. الصناعة بتاعة ناصر ماهر. من أول خالص ان انت ازاي تعدي وسط لعبة النادي الزمالك وتاخده الكرة وتستلم براحتك. وان انت ازاي تلعب بس وسط خمس أو ست لعبة ما بين الخطوط في ظهر الدفاع النادي الزمالك. وطبعا سيف الجزيري من أفضل لعبة اللي بتتحرك. بص هنا يا كريم. عدى من أحمد نبيل كوكا. محدش من لعبة النادي الزمالك بيضغط عليه. ولكن الراجل الفضل مكمل. وهنا أول ما رفع عينه. والتفاول موجود. بص الباص. حركة. طبعا طبعا طبعا. بص يعني لعب باص صعب جدا جدا في وسط الخمس أو ست لعبة من نادي الزمالك وتعارك من سيف الكزيري. طبعا. طبعا. انت ممكن تبصي وتبصي وحش. ده حقيقة. بالضبط دقة الباص والأكيروسي والدقة بتاعته فيه. ان هي ازاي تخرج من رجلك في توقيت مناسب بسنس معين. هم حاجة لسنس فيه. والقطع بتاعت كبيرة جدا عند امام عشور. ان امام عشور لعب الباص ده بشماله. ان انت تقطع كم الامطار دي في الباص الطويل اللي انت بتلعبه اللونج بول دي تلعبها بشمالك وتطلع بالدقة دي. كرة اول ما نزلت ام الراجل ريدا سليم حاططها من من فرس تاتش بص يا كريم. هو رقص الاول. وبشماله دي صعبة جدا ان انت تودي الكرة بالاكيروسي دي. ودي دقة دي طبعا. القصة بتاعت ان امام عشور عنده مميزات كتير بتزوده على اي حد. وهدف كان رائع بصراحة من ريدا سليم او كرة نزلت ام احرز هدف جميل جدا وبرده بشماله ورقمه بلعب بيمين. خش يا جي من طبع. ده جول جول حلوته بالنسبالي. عليش يترجعوا لي اهات الاعاد. هات نجيب الاعاد. بص حلوته بالنسبالي بص يا كريم. انه لأ من بدايته. كرة صعبة جدا. لك فانا الراجل بيحط كرة تحت رجل جول 18 معدوش مشاكل خلص وبيعدي من اتنين. ويعمل كنترول. وروح لحد الاندلاين بالقدم الميت. بالقدم الميت. اليمين بتاع الشكباله مش شغالة دايما بيرجع لجوه. انه يعملها بالشكل ده. ويحطها الفتوح بالشكل ده بالدقة دي على دماغه. في توقيت صعب جدا بص طرقس يا كريم. في عز الزحمة. في عز الزحمة. ما دوش مشاكل خالص. بيرقص بيرقص وبيطلع لبره. ورغم ان هي قفلت ان هو يرجع لبره تاني عشان معات نين مدفعين. الراجل بيكمل وبيحط الاسيست بيمينه بمنتقى لدقة. ويكسر التسلل مع مع العرضية. وانه شايف. وانه شايف فتوح. شايف فتوح من وراء تلات مدافعين آآ كريم. فبالنسبالي الاسيست عزمة الجول ده مش في الجول. في الصناعة بتاعت الشكباله. نروح لبقى. خلاص خلاص. كده خلص. خلاص ابدأ انا بل بعد. خلاص ابدأ انا بل بعد. خلاص ابدأ انا بل بعد. انا مش دعوانا بقى. طيب. اللي جاي بقى افضل تشكيلة للدوري حتى هذه اللحظة. ودي حسن ما انا فهمت هيب اختياراتكم انتو الاتنين. اختيارات نا ونوجة نظرنا. واكيد ممكن ان هي تبقى صحة. وممكن تبقى. في الاخر هي قراء. احنا بتكلمنا بناء على اللي تم. ممكن ما يكونش فيه لعيبة من نادي الاهلي كتير. مسلا ده اللي عنده مطشوط مؤجلة كتير. مسلا ممكن يكون فيه لعيبة من نادي زمالك برضو مش كتير. فاحنا مختارين بناء على اللي حصل في الدوري لحد النهاردة. هي. ايه التشكيل الافضل. انا عجبني من اللي انت قلت دوت ان انا مش شوف دلوقتي تشكيلة اهلي وزمالك. بالضبط. عاداتها الناس لما بيحط تشكيلة دوري يحطوا تشكيلة اهلي وزمالك. ده. انا حالا حقول بس حاجة. احنا الستاندر بتاعنا. المباريات اللي اتلعبت. الارقام. احنا يعني محمود كان بيقول انه دي بيختارنا. طبعا مليون في المية بيختارنا. لكن هي مش بمزاجنا. مبنية على معايير. على ارقام ومعايير. وكل لعيب هقولك. هقولك هو ليه. ليه اللعيد ده مش لعيد تاني. هاي. تعال نتكلم في حراسة المرمة. احمد الشناوي. احمد الشناوي. احمد الشناوي. احمد الشناوي بيراميدز. لانه الحارس الاكثر حفاظا على شباكوب. 13 كلين شيت في دوري الموسم الحالي. فبالنسبالي احمد الشناوي هو الحارس الابرز بالارقام. هنا باكلمش على تيكنيكل. اشتا حد ممكن اقول انه محمد الشناوي راحه فترة مصابش. وبيري لعب شوية. عواد لعب شوية. صبح لعب شوية. محمد باسام قدم بعض المباريات. اه قدم بعض المباريات الممتازة. اه خلال الفترة اللي فاتت. فان انا بقدرش اقول غير انه بالارقام. انا بالنسبالي احمد الشناوي حارس مارموا بيراميدز. هو حارس الاكثر حفاظا على شباكو. بيراميدز بالتالي هو الفريق الأقل استقبالا للأداف رغم أنه لعب مباريات أكتر بكتير من أهل الزمان عندنا بقى باكرايت الشيبي صراحة يعني عام الموسم السنة دي ومن السنة اللي فاتت أنا بشوف أن الشيبي هو أفضل باكرايت بيلعب جوه مصر سواء بقى محلي أو سواء بقى أفريقي أو أيا كان الشيبي هو أفضل باكرايت موجود عندنا باكليفت جونسان طبعا مع فيتشار ومن أكتر لعبة اللي عامل أسستات الصراحة السنة دي مستوى سابت الفتنس بتاعه البدني بتاعه قوي جدا الاتنين مساكين محمد عبد المنعم والمسلوسي مسلوس السنة دي مع نادي الزمالك عامل مباريات رائعة سواء إذا كانت في جوهة مصر أو إذا كانت في أفريقيا ومحمد عبد المنعم طبعا من الناس اللعيبة المميزة جدا في الدفاع عندنا اتنين نص ملعب إمام عشور شبعا شايفين التواهج مع النادي الآلي والقندوسي اللي برغم كل التقلق اللي هو عمله السنة دي مع سيراميكوليو باترا مستقرب جدا إن الراجل لسا مش عاوزة رجعه مارس الكولر وطبعا حباية الكريز اللي أنا بشوفه واحد من أمتع اللعيبة اللي انت بتحب تتفرج عليه وهو مصطفى فتحي طبعا من اللعيبة المميزة جدا رجعه عنا يا شباب لو ما عنده قمش مانا مصطفى فتحي من اللعيبة المميزة اللي بيقدر يعمل في أي حاجة في الملعب يضعي رقص أي حد في أي حتة فمصطفى فتحي وصيب بقى الثلاثة اللي قدام للكابتن جيمي فضل هرجع تاني بس الحتة السوارة فيما يخص الشيبي والجونسون نجويم الشيبي والجونسون نجويم اللي اتنين هم أعلى اتنين صنعوا أهداف في الدوري المصري بالكامل بتكلم على ظاهرين ظاهر أيمن وظاهر أيصر الشيبي بيراميد 7 جونسون نجويم 6 فبتكلم على إنهم أعلى اتنين لعيبة في الدوري المصري فطبيعي طبيعي إنهم الاتنين يكونون في التشكيل المثالي إما بعشور حدث ولا حرج القندوسي هو الأعلى مساهمة في لعبي خط الوسط في الدوري بالكامل سواء عن طريق التسجيل أو الصناعة مصطفى فتحي هو أهم لعيب أهم لعيب في منظومة بيراميدز اللي ماشي بشكل عظيم جدا في الانتصارات الـ 12 انتصار متتالي زيزو أرقام وقت الزمالك هو مش في أفضل حالاته وقت الزمالك إنه هو في ترتيب متراجع يبقى زيزو أرقامه في الأفريج بتاعته عظيمة جدا الحالة اللي عليها زيزو حتى وإن كان هو الموسم الحالي مش زيزو السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها لكن بالنسبة لي زيزو لأ ورقة مهمة جدا جدا في أي تشكيل زيزو مش مستوى مسهام في 9 أهداف جاب 8 أهداف وصنع هدف ده زيزو هو مؤسر حتى لو أنا مش حدر هو اللاعب الأكثر إسهاما في الدوري ككل في كل حاجة 14 14 هدف صناعة وتسجيل أكثر لاعب مسهام في الأهداف في كل فرق الدوري رغم إنه فيه مباراة كتير مبدأش أساسي فيه مباراة كتير بيبدأ أفخر لقائي فيه مباراة باش موفق فيها خلق فيه مباراة بيقى غيره كتير فيه مفرادات وبداية أشكرك فيه بعد التشكيل تجيب لي أرقام فيه أرقام إحنا جايبنا بتاعت بعد صديق أجولة بعدين هرجع لك على خصة مايل دي فكرني بيها صديق أجولة هو اللاعب الجلاح الأيسر الأكثر تأثيرا في الدوري صناعة وتهديفها 13 هو رقم 2 في الدوري بعد فيستون مايل صديق أجولة مقدموش الممتاز وتحييق للأداء لهجوم للفرقة سراميكا عشان فرقة سراميكا بقى فيه منها 2 لعيبة في التشكيلة المثالية تحسب كابتن أامين رماديو تحسب لعيبة سراميكا ملحوظة مهمة جدا جدا على التشكيل الخمس لايبقة جانب صح دي المحوظة الاولى الخمس لايبقة دول عشان الناس اللي اعرف اكتر الناس اللي ممكن التشكيل بالنسبة له يبقى غريب شوية جمهور نادي الاهلي الخمس اجانب بالارقام فهمش حد من نادي الاهلي في المس facts الخمس اجانب فهمش حد من نادي الاهلي في الارقام بالموسم اللي مقدموا لانه لوعب عدد مبارئات اكتر طبيعي جداً يبقى فيه أربعة وأكتر من أربعة كمان بس برضو عشان برضو هو مفهمش من الأهلي ليه فرق مباريات كبير جداً فرق مباريات كبير لكن حتى الحالة مفهمش حد قريب يعني أنا لما أجيب لو نعرض العالم معلول أتصور لو كان لعب بالمباريات الماضية في الداركة ممكن يجيب أرقام زي أرقام جونسون وممكن يعادل ممكن وليه بس أصيب خلاص ديانج بفترة طويلة غياب بداية الموسم برستاو فترة كبيرة غياب وغياب في المستوى كمان فالطبيعة برضو أن المحتفين متعددنا دي دلوقتي مبقش موجودين أنا عايزين بس نربط داب حاجة كريم الستاندرز اللي احنا حطناها لو بس معنا الأرقام خلاص احنا شو خدنا التشكيلة في الأرقام بتاعت الهدفين الأرقام بتاعت الأكثر صناعة الأرقام الأكثر إسهامة وهجيلك النقطة بتحفيل سميلا ما قطري أنه في مباريات مبقاش موفق في أقلص لما تجهز الأرقام دي علشان الناس بس يوصلها لنقطة أحد إنه هذه الأرقام هذه التشكيلة بنيت على أساس واحد ألا وهو الأداء من وجهة نظرنا وجنبه كده بالضبط على نفس المسطرة الأرقام والأرقام ما فيهاش أهواء ما فيهاش أصداء لعب وخدنا الأبرج خدنا الأبرج مثلا حسام أشرف يستحق التواجد بس احنا بنلعب مثلا يعني التشكيلة فيها فرد واحد فمين الأفضل فيستوماين فيه لعيبة كتيرة مميزة مبلول مبلول طب هالعمر كمال مثلا لما بيشارك مع نادي الألي مش من أفضل بكات رأيت المبناء بس إجمالا الشيبي أفضل من عمر كمال بذلك ناصر مار بس أنا قدر حط ناصر مار طوهو كان مع نادي الزمالك في النص الموسم التالي علشان كده احنا اخترنا بناءا على من أول مباراة في الدوري لحد النهار لعيب زي يوء أن نورة ظلم مثلا في التشكيلة دي يا بحمود واجابت عامل 13 إسهام إسهام دي معناه أنه صنع وسجل لكن أنا عشان أنا عندي فرود اسمه فيستميلي جايب 14 جنف عدد مباراة أهل دي رقم واحد رقم اتنين هتيجي تلاقي أنه صديق أجولة وأحمد قندوسي اللي اتنين موجودين في التشكيل ما بولوله مش موجود لأن فيه لعيب مسجل البرسنتج بتاعته وارقام بتاعته أفضل اللي هو فيستميلي روح لي السرعة اللي بعدها عشان عايزة نروح بس للقصة بتاعت الإضاعة الفرس دي الصناعات احنا قلنا مين يا كريم في التشكيلة الشيبو جونسون واحد واثنين فطبيعي جدا أن الشيبو جونسون اللي اتنين يبقوا موجودين في التشكيلة الأساسية خاصة أن هم الأكثر صناعات للأهداف وهم موجودين في مراكز دفاعية في المقام الأول الضهير الآيمن و الضهير الآيسر سرعة بعدية طبع سيد تشكيلة الأساسية أكثر من أضاعوا فرص كبيرة في الدوري مين رقم واحد اتناشر فرصة كبيرة اللي هي مفروض ما اضعش مين فيستوم مايلي أنا قلت لك أنا هرجع لك في النقطة الملاحظة اللي انت قلت عليها ألا وهي هو أكثر واحد هو الهداف وأكثر واحد مسجل وصانع كإجمالي لكنه في نفس الوقت أكثر تخيله كان كمان مسجل دول هو لو مسجل كل دول لكن خلص هداف الدوري من بدر من نص السيزن آخر سكرين لأ ولعب لعب لعب ممتاز وفارق مع بيرامدز كتير جدا آخر سكرين لما اخترنا أحمد الشناوي إن هو الحارس الأفضل هو أكثر حارس حصل على كليين شيس وادي الترتيب حتى مع الوضع في الاعتبار حبنتكلم على بيرسنتجيا كريم اتناشر وهو قعد ثلاث مباريات ما يلعبش للإصابة بسبب ولعب مكانه شريف إكرامي فاثناشر على عدد المباريات اللي لعبت حتى لو خدنا بيرسنتج الحارس الأهلي وحارس الزمالك الناس اللي لعبت عدد مباريات أهل هيطلع إنه أحمد الشناوي النسبة بتاعته هي الأعلى فاستحق عن جدار أنه هو يتواجد في التشكيل المثالي عظيم بشكل عامد شايف مين أفضل لها في الدورة حتى هذه الأحزاب مصطوى فاتحي مصطوى فاتحي مصطوى فاتحي فارق بكتير قوي عن أي حد مستوى وتأثيره مع بيرامدز لا قوي جدا إمام عشور يا زيزو إمام عشور أو زيزو لما شوف آخر الدورة هينتهي على إيه وبناء على إيه إمام عشور لعيب جامد جدا بس إمام عشور لحد دلوقتي لما يتخلص الدورة لو مش على نفس النصق ده إمام عشور ممكن يبحث العيب في الدورة زيزو لو هو زيزو بتاع السنة اللي فاتت وسنة اللي قبلها بنفس الإسهامات والتأثير بس النهد بدلوقتي إن مستوى همتفوق بس هدلوقتي مستوى تقول الدوري هاللي فرقة تتغلب هاللي فرقة دخل فيه أهداف وأكتر فرقة ما أكتر فرقة لجايب أهداف وهو من أكتر لعيبة اللي مؤسرة في بيرامدز هو مستوى فاتحي وبعدين برضو إحنا جايبين لك شوية تجوان هتشوف شوية تجوان بجد مستوى فاتحي وقامت على لاعب جوة دوري المصري في حتة إن هو لعيب يرقص أي حد في الدنيا يرقصنا احنا حبارين طيب أكيد مستمتعين زي ما أنا مستمتع كده ورجالة أعيمة بالواجب والزيادة إلعبوا المطش ما إلعبوش المطش عادينا مبسوطين نروح لفاصل بعد الفاصل نواصل خليكم معنا عندي أخين لو أنت بتتفرج معنا من أول الفاكرة ديت فأنت مبسوط ولسه لسه الإنبساط جاي الإنبساط أكتر يعني شوية بشوية ومرة أخر لعبوا مطش ما لعبوش مطش قادينا مبسوطين أنا بنتكلم في الكرة أنت بحضر لي حاجة حلوة أحلى تصويبات في الدوري السندي ده حقيقي في جوان كتير قوي السندي جات في الدوري كلها من خارج منطقة الجزاد من تصويبات كتير جدا وكلها ممتعة فإحنا برضو اختارنا من وجهة نظرنا بعض الأهداف وبرضو الناس تشاركنا تقولينا رأيها إيه في الأهداف دي فلما نيجي بقى نستعرض بالهداف بابدو أنا هقول شوية وجيمي شوية عشان ما رفتت زال جيمي الدايب قال لك وش معنا ومن أنت في الأول قلت أنا هاخد اتنين وهو ثلاثة أهو بقى شفت شفت والله العزيزي طيب تعلم بقى ده الهدف بابتع بلدية المحلة في النادي الاهلي طبعا الكرة في الأول ما جات في العرضة ولكن تزديدة كانت ساهو شفت لسه باسألك مين اللعيب اللي جابه شوفت واداخد أول واحدة ليه طبعا هدف ده كان جميل جدا نادي بلدية المحلة في النادي الاهلي مين يا جمال جالجون؟ مجد هاني مجد هاني تزديدة طبعا تلعب من زمالك بالمناسبة طبعا على البلدية طبعا الترئيسة هنا من رأس علي معلول وحطها بشمله وهو أصلا يمين فطبعا كانت واحدة من أجمل الأهداف من وجهة نظرنا تشوف الهدف اللي وراه على طول الهدف ده للنادي معتزة ده ده معتزة ده معتزة ده معتزة ده معتزة ده معتزة ده برضو هدف ساروخي في حل الجون نفسه ما اكله بقى شو معتزة ده من أفضل اللعيبة برضو السنادي اللي موجودة في الدولي المصري ومن أفضل المرتفين بصراحة اللي موجودين السنادي وفرق بشكل كبير جدا صاروخ فيه الصاروخ وصعبة جدا جدا وجايف عارف التكرة اللي بتزغرط كده زي ما بيقولوا في الشبكة من فوق معتزة ده معتزة ده أموره دلوقتي لسه متكابلة المصري عايز يجدد له عنده البند بنية الشراء لكن بشرط موافقة اللعب الترجي رجع تاني يكلم معتزة ده في ربع مئة خمسين ألف دولار كده تيهين في النص مين هيكمل لسه الرجل محسامش أمره لكن المصري حابب يجدد طبعا اللي معتزة ده عزيم تخش بقى انت يا جم ماشي تخش بقى اللي بعده أمادو نياس واحد من أحلى الأهداف اللي تحطت الرجل استلم الكرة على سيدره الرجل استلم الكرة على سيدره واحد من أحلى تصيبات اللي دخلت السنادي في الدول خدش حقه الجندا على باقي آآ خالص خالص المقاولين في طلاقة الجيش استلم الكرة على سيدره ده جول بلاي ستيشن بقلبة الرجل بصك مرجح بص 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 قفلت الكرة كريم فيه لعبة كتير بتشوت الكرة سيدرها الفوق فالكرة دي تروح في الساعة قفلت الكرة وان هو وقف على رجله كويس ومرجح رجليه كويس وقف الرجله خلاها تروح في أقصى الزاوية اليمين في مرمى طلاقة الجيش هدف أمادو نياس أمادو نياس واحد من أحلى الهدف اللي جات من تصيبات في الدوري اللي بسميه دوري التصيبات من أكثر الدوريات اللي فتها تصيبات حلوة أوي إحنا عادنا الكثير عشان نطلع 7 8 تصيبات يعني دوري حلوة إيه؟ دوري حلوة بكنا مع التصيبات يلا اللي بعد اللي بعد الهدف اللي بعدي على طول طبعا طبعا عمر كامال عبد الواحد واحد من أحلى أهدافه من تصيبات يعني أنا مطلع لعمر كامال عبد الواحد واحد من اجواله من أحلى الأهداف في التمانية فس كان جايه 2 حشان برزو معموضو عن الفيوتش طبعا. طبعا. اتنين وواحد مع منتخب مصر عظيم في تونس. هدف عظيم رجلي مين? مع النادي الاهلي. تلت اهدف برضو يا كريم. هدف عظيم تصويبة ومرجحة الرجل والكرة في التمانية. رجليه مزبوطة بالسانتي. الكرة راح في التمانية والله لو واقف كل حراس الدوري ما يطلعوها. بص الكرة راح فين? بص بص خطة فوق. خطة فوق في التمانية. لو واقف التلت حراس بتوع نادي الاتحاد اللي متسجلين في القائمة كانوش هيشيل الكرة دي. بنيينه. عمر كمال عبدالواحد ا ابدا ما هذا الهدف ده. هو عمر برضو. ا ا اه الله يا عمر ده بص. اه ا اه. بت Together شلعه بالجسدي مش ضخم جدا. يعني تلاقي عضل رجل ومش عضل كبير اوي. فهو هنا عشان الناس بتفهم من اللاعيب اللي عندو عضل كتير هو اللي بيعرف في شوت لila او قصة للتكنيكيوا الشوت. ما عليك. سح. ان انت بتعمل لك البطة بتاع رجليك بعد ما بيتشوت فكرة. بتروح. القوة دي. اقول لك الدليل. الهدف اللي انت كنتوا جايبينه لسه جايبينه بتاع مستوى فتح في الاهل. مستوى فتح كل اهل. اه. 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 انا بقى نشوف الهدف اللي بعده. طبعا ما ينفعش نتكلم على التصويبات او التزديدات من خارج منطقة الجزاء. اه. وما نجيبش طبعا هدف لامام عشور. واحد طبعا يعني من افضل المساددين للكرة. طبعا قنبلة كرة ما تتشافش ورايح في حدة صعبة جدا. يعني امام عشور قدام منطقة الجزاء الكرة اللي بتجيله بصراحة. اه. ما 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 بيستناش يعني. فطبعا عمر كمال عبدالواحد لما الرجل وطلحها لامام عشور مفيش هو محضر. وهدف فيه سقف الشبكة. واحد برضو من احدا الهدف. كان نفسي. كان نفسي اننا يبقوا عندهم مسلا تقنائي قيسوا بيها سرقة الكرة. والله والله يا ليت فيه هدف كتيرة جدا. موجود. اتعدي كيلوهات كتيرة يعني. يلا. دول كانوا الهدف بتاعة التزديدات. التزديدات. ايه كمان بقى. اللعب مفتوح. اللعب المفتوح. دي اهدف كتير اوي حلوة. اوي حلوة من اللعب مفتوحة عملت في السناديو. عايز الناس تركز في التفاصيل. لان اللعب مفتوح غير التصويبات. حلاوة دايما الهدف اللي من التصويبات. انا عارف جاية من اين تصويبها حلوة. شكلها حلوة. قوية سريعة بزاوية. زي منه كده لبست. اه. بس. يعني تكورة امام اللي فاتت دي تمطع فيها تمطيقة حلوة اوي. اه. التمطيقة ديها اللي خليتها راحت في المصر. صح. انما اللعب المفتوح ركز في التفاصيل. ده شغل فني بقى. شغل لعيبة وحريفة. من يوم في المية. والباس والأسست. واحيانا الانهاء نفسه بحلو. صح. بس حلوته. انا بالنسبالي. وما بعتبروش. ما هتشوفها دلوقتي. حلويتها بالنسبالي ها مش اوقيسها ان هي تصويبها. التكنيك بالنسبالي. جاي من اللعب المفتوح. اللي خلق للراجل المساحة. انه يعرف يحطها بالشكل. تعال نروح. ده واحد من احلى الاهداف. لنجمل السيزن بالنسبالي مصطفى فتحي. جول جميل. اوي. 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 حساسية. وحركة. وعايزك ترجع الجندة عشان اللعيب كبير. معلش شركعتين. الاسست. بص وقف هنا. وقف هنا على طول. وقف. بص. اسست بوش رجل الخارجي. بالراحة. بالراحة. عبدالله سعيد. عشان بيتكلم بقى. انا برضو قلت. تعلي واحدة على جيمة عشان معل على واحدة مفتو. يلا. اختبقى الكرة قبل. عبدالله استلم. عشان هو الفرق بين عبدالله وبين اي حد في الدولة في مصر إيه. كنترول ده. كمل كده كرة. اي حد هيستلم الكرة هيستلمها لجوه المرعب. هو اخدها لدخل بيها جوه المرعب. اي واحد تاني هيستلم الكرة استلمي عنديه. هو خد افتح لنفسه. ان انا اقدر ان اخد كرة. لا لا ارجع سنة ارجع سنة ارجع سنة. ارجع سينة اهو بيدي الكرة للمستطفى فتحي. انا عايز بس ايه اوه مش الرجل انا عايز اشارككم بس. كمل بقى البصل لمستطفى فتحي? كمل بصل لمستطفى فتحي? هو مبصلش وقف بقى. لا بس بقى المكان دي بقى عبقرية مستطفى فتح يمتسئل. ما كان بيلعب في الاهلش. أنا هروح لمكان أضل عفوا عبدالله السعيد عشان هاخد مكان عشان لو هيرجع لي الكرة واشوت يعني هو كان بص حتى بحرك إيده هو كان بيستني الكرة هتشاط يعني طبعا يعني هيرجع له تانو يشوت ده تبكى العبدالله السعيد ده زكاء عبدالله السعيد العبل الأسكى في الكرة المصري في آخر عشر سنين الأسكى مناسبة الهدف ده كان في الكاس اللي هو كان معمول في أبو زابي فاحنا بنتكلم عن الموسم عموما مش شارس الدوري كاس السوبر مش بالسهولة الناس مدخلها بص ماشي ماشي عادة بص بص يا كريم الرجل المدافع يافل هنا هو آري هو مصطفى شافه قبل ما يروح يعدل ويستلم الكرة هو شافه الدقة كمان بتاعت الإنهاء بص يا بص يا كريم وانا بعمل وانا بعمل التشاب في محمد بسام الحرس الطويل قوي ده عشان حطه وتنزل تسقط في الجنف المكان ده محتاجة حساسية كبيرة جدا نروح للبعد نروح ليه الهدف للبعد على طول ده هدف أرطوء من الجناح التاني عشان كده قولنا اختراطنا للعيب فيرامدز على الموسم اللي مقدمينه طبيعي بص يا والله يا السلام بنت بتتكلم من شوية بنت بتتكلم من شوية على جول شيكابالا طب تعالى وريك بقى الجول اللي شبه شيكابالا بس منها حالتاني نفس التكنيك بنفس الطريقة في جنب الشبكة اليمين اللي هو كان الله فعنا بسعود والله لو قعد ثلاث يام مش هجيبها ليه لانها راحة في جنب الشبكة يا كريم سقطت في جنب الشبكة مستحيل تطلع والراجل لعيب كبير قوي ابراهيم يمكن مأثر شوية بحق نفسه وابتدى يفوق الفترة اللي فاتت وماشي بشكل ممتاز وراح منتخب مصر لا يقدر يدى اكتر من كده تكنيك تكنيك عظيم في القرطو من ناحية الشمال زي ما قولنا شبيه الجول اللي جبناه من شوية بتاع شيكابالا يا الله اللي بعد الجول الجول بقى اللي عامل مشاكل كتير قوي جول عامل مشاكل كتير قوي انا هتكلم على حلوة الجنب غد النظر عن مشاكله ماليش دعوة الجول هنا حلوة بص هنا بص هنا الراجل بيعدي واحد على واحد بيحط الباص بيرجع يستلم بوش رجله خارجي نموذج جول نموذج واحد من احلى الهدف في الدوري مش بس الانهاء بتاع محمد شامل اللي بوش رجله خارجي العظيم لا الراجل بيعدي واحد على واحد كرة بين رجلين مدافع الزمالك. بص بيعدي ازاي? بيعدي وكرة صعبة جدا. هو واقف على الخط واحد على واحد. بيعدي بيدخل جوة التمانتاشر بيسند على آآ آآ على زميله. وبيستنى الكرة في المكان الفاضي بص عظيم جدا. اقول لك مفاجأة جميع. انا بعرف اجيبي جوال زي دي. في البلايستيشن. في البلايستيشن صراح. اه يعني في الفيفا بادوس لا الوان دي. بادوس الوان دي. بادوس الوان دي. بتيجي معايا ده واحد. ده واحد من احلى الاهداف من الله بمفتوح. اه. وهسيب الجن اللي بعده. اللي فوجت نظري. لو انا هدي درجة. هدي للجن ده. وجن بقى عشان. زل قوايا ما زعلوش. لا مش ده. هسيب الجن ده المحمود. فضل اللي بعده برضه. ده جن التعريض والسليم اللي اتكلمنا عنه كتير. واتكلمنا عنه هنا حتى في البرنامج. قصة كلها ان انت ازاي وسام ابو علي كفيروت بيطلع خارج منطقة جزائي ساعد في دور بناء اللعب. ولكن هنا الوقفة. والنسابة كرة نط. هنا بقى القصة. ان هو سابة كرة نط نطة كمان. علشان لما يلعبها بشمال. وهو راجل ايمن. تروح بالطريقة دي بالشكل ده ما نيجي نتفرج عليها تاني. هنا وسام ابو علي خاد الرجل خاد السلام بدوران. هنا بقى بص سابة نط. عشان التانية لما تنزل. تنزل بالزبط على عدلة رجله. هدف من اجمل اهداف لريدا سليم. وبنسبة ريدا سليم كان ليه هدفين في الكل الهدف اللي احنا اجبناها دي رغم ان هو مش بيشارك كتير مع النادي الاهلي. ولكن وسام ابو علي برضو من الفراودة اللي قدر النادي الاهلي ان هو حصل على. نشوف اللي بعده. نشوف بقى الهدف اللي بعده. ده هدف الهدف اللي بعده. ده طبعا ده يعني مزيكة نادي الزمالك فن وهندسة نادي الزمالك. شوف كم نقلة في وسط ملعب آآ آآ نادي نشوف فتوح ده بس لو فض المكامل الشوية محصبش كتير. طبعا. احمد فتوح ده يفري مع الزمالك ومع منتخب مصر قد كده عشرين تلاتين مرة. بس هنا قوة نادي الزمالك انت ازاي بتمرر الكورة وباس باس باس كتير جدا في حتة ضيقة وزاوية. مصر كام لعيب كل نادي التحاد سكنداري وكابت انطر العشري عامل الزحمة دي برغم كده لعيب نادي الزمالك عمالة تدور الكورة. ناصر مهر بيسلم ما بيقفش بيسلم زيزو بيتحرك كله بيتحرك احمد حمدي بتحرك لغاية لما احمد فتوح خد الكورة ولعيبها بلسنج لناصر مهر. ولكن الهدف اللي بعده هو الاحلى والامتع. والاجمل والالز. وهو ده فعلا برضو نادي الزمالك كالعادة. اه هدف جميل جدا. تعالا نشوفه. اه طبعا. الهدف ده طبعا. الرائع بتاع اللي جابه يوسف اوباما. شكبالة. وقيمة شكبالة. يعني يعني بجده الله الله عزيزيب اقول لك ايه يعني واحد لك ايه. كعب على كعب على كعب. فضل يا جيمة. جيمة عايز اقول حاجة على الجول برضي. طب امش انا فضل. قال لجول انا بنيش داعه. جول انا بقى. جول اوباما. لا لا الجول ده الجول ده الجول ده. الجول ده حلوة قوي في حاجات كتير بص. وقف قبل ما قاله قبل الباص قبل الباص. اسست يودك تجيب جول. اه. الحركية بتاعت شكبالة. بص اللعيب اللي هروح حط الجول مش هول معاك كورة. اه. الاتنين دخلوا جوه منطقة الخطورة. منطقة اللعب كلها. بعد الباص. بص الحركية. ضربة تسلل. حركية من رجل الجناح اليمين. شكبالة رايح في مركز الفيرود. اه. هيروح الرجل هيقطع عكسي. بص كام ميزة. كام تفصيلة جول. الرجل قطع تحت. شايفه. وهو بيتحرك. علشان شايف انه ممكن ازاي بتقفل عليه شوية. بيحطها له قربة الكعب في رجله شوية. بيروح ما عندهش مشكلة خالص. بيرقص الحارس. لا بص بقى الجمال. وراح اططها بكعب وحطهاش عادي. وممكن يرفي حطها ببطن رجله. واحد من احلى الاهداف في الدوري. على صعيد التحرك. على صعيد التاكتك. على صعيد المتعة. واحد من احلى الاهداف للسجل السنة. سلام. خلصوا كده ولا لسه تاني. لا خلاص خلصوا داني. كمان لمصطف قطح مش عارف موجوده ولا لأ. نكمل. نكمل. نكمل بعد الجون ده. اعتقد فيه جول كمان. اعتقد. ان شاء الله يطلع بعد الجول الحلوة. لا ده لسه فيه تاني. اه ده هدف عمر سعيد لم تلت ايام. ده هدف بك برضو رائع يعني. يلا بقى عشان احنا معنا تلت دي ايه وعايزونا نتصديات. سرعة. يلا. 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 هاتوا اللي بقى عشان بقى عشان بقى تودها جول عمر السعيد كان نجول حلو ايه برضو. تصويب. اه. يلا. اه. ده مصطفى فتحي. ايه ده بقى بقى في اي اه مصطفى فتحي يعني بص ما بيحترمش اي حد في المنع. بيراس اي حد وبيوقع اي حد وبيلم اي حد. اه. ممكن يعمل اي حاجة في الكورة. لعيب يقدر يدي الثقة لفرقته بس عن طريق المهارة بتاعته ان هو يقدر يعدي واحد على واحد. اه ده. يقدر ياخدك على سبس على مينه وعلى شمله. ميس عماله في البواطن. والله العظيم يا كريم. انا عمري ما انسى سريعا كده. مطش مصر والجزائر في كاس العرب. اللي كانت عمول في قطر. اه. كان الناحية التانية اه سليماني اللي هو لا مش سليماني. اه القصير الكاميرا عف بورتو. سبيان فغولي? اه لا. ماشي. مهم يعني. يا سيني ابراهيم. كان مسك لعيبة منتخب مصر. ما لي رقص يرقص الرقص. اول ما مصطفى فتح ينزل. بقى يعمل زي بزبط. ياخده كرة رقص كل لعيبت الجزائر. فهو لعيب يقدر يديك ثقة تانية عن طريق المهارة. فاكر كابتن حزم امام زمان. اكون لعب الكاميرا والنجيريا كان حزم اولي يمسي الكرة يلمة واحد والتانية تحس انت ايه بيبقى فيه ثقة شوية. انت عايزيني التصديات ولا لا? اه يلا. طب انا نرحق شماعي دي. يلا بينا. اخترنا خمس تصديات فيه تصديات كتير حلو. كتير. يلا. لكن خدنا الخمس التصديات دول. واحدة الاولانية. يا نفتح نشغل على طول علشان. علشان الوقت. هناخد التصدي الاولاني. من اخر مباراة السراميكا والزمالك. تصدي صعب جدا لما تيجي متنزاوية العكسية. تصويبة قوية محكمة في راحة في التمانية. من القندوسي. لكن التهارام. انا بالنسبة لي التهارام بتاع صبح اللي ممتاز. لان الكرة دي لو ما لمسهاش في التوقيت ده باليدي العكسية يا كريم. جول مليون في المية. صعبة جدا. رحل بعدها يا محمود. هراسهم مميزين جدا. يلا. طبعا اللي الصدى دي كانت تفرق بشكل كبير جدا. لانها كانت شبه فرصة محقاقة لنادي الزمالك. مصطفى الشوبير كالعادة. كل ما بيبقى موجود مع النادي الاهلي. كل ما بيتقلق. وهنا الخطوتين اللي خدتهم مصطفى الشوبير. اهو مصطفى الشوبير اللي بيميزوا عن اي حارس في الدوري المصري من وجهة نظري. الفوت وورك بتاعه. رجل على طول رجلي بتتحرك قبل ما بياخد اي قرار. واقف كويس جدا. نكمل الكرة وزيزو شطها بصراحة. وكانت صعبة جدا. يلا. هات اللي بعدها. على النادي الاهلي. كرة اللي بعدها. شوف الزاوية دي برضو تبقين لك كرة دي كانت صعبة. وكمان مصطفى شوبير ما كانش شايف. دي كانت للمهدي سليمان. يعني مهدي من اصدقائي بس يعني. هاي. دي لوحدة لان بصراحة يستحق لان الكرة دي كانت صعبة جدا جدا. شالها من الحتة الاخيرة. ونفسك. واحدة صعبة جدا. محمد مجدي. اه بحارس الاسماعيلي السابق. امام الاسماعيلي مع مع الداخلية. ودي تصدي واعمل واحدة بعدها اصعب. واحدة بعدها اصعب في نفس المباراة بالمناسبة. حبينا نتديلو كريدت عشان قول الناس بس يا ناها بالقصة مش اهل وزمال. عام لباندو جوة سيكس يارد وزاو. ومسافة ورابة بص بعدها كريم. بص اللي بعدها دي. بص اللي بعدها دي. بص بص الدوران دي تخش في اياه حارس. لان ناس تشاركنا برضو. ومناس تخدم. هم هيشاركونا اول نهاردة. اه. انا متأكد انس. والله العظيم بشكركم من قلبي. اشكرك. ويخرب بيت الجماعة. بجد والله. اشكرا. شكرا لك يا كريم. جيمي شرفتم ونورت بشكركم شكرا جزيلا. ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا. اشوفكم يا رب على الف خير.